طيب. طيب آآ الشباب مساعة الخير. آآ هتمنينكم يكون لكم طيبين. طيب آآ هنبدأ سريع طوالي. آآ ليه وشتنا عن ادارة علاقات الامرة معانا ان شاء الله هتكون دكتور سارة مرغني. طيب آآ دكتور سارة هي محاسبة عندها اكتر من خمستاشر سنة في او عفوا ان تمنتاشر سنة في مجال الخبرة المصرفية. عالين بتعمل آآ تمدير مدير فريع بواحد من الوقات السودانية وهي ان شاء الله عندها برضو خبرة كبيرة في مجال الاتيكاتر او برضو بالاضافة لخبرة آآ خبرة طويلة جدا في المجال بتاع خدمة العملاء. عندها شهادة آآ شهادة مدرب دولي. حاصة على العديد من الشهادات في التواصل الفعال بالاضافة لحصول على ماجستير ادارة الاعمال المصادر وضعه في المجلس الكندي الامريكي التدريب المهاني. آآ ان شاء الله الليلة دكتور سارة حتكون البايلوت بإذن الله بالنسبة للورشة آآ زي ما قلت لكم بالنسبة لإدارة علاقات العملاء. الورشة هتكون آآ عبارة عن مجموعة من المحاول. هي آآ يعني ابتد بالاهمية همية آآ ادارة علاقات العملاء. الاساسيات لخدمة العملاء. عمل الاجراءات. ممارسة خدمة العملاء. او ممارسة خدمة العملاء التي يحتاج الموظف. قواعد ومهام خدمة العملاء. المهام العشرة لإدارة خدمة العملاء. والصفات السلوكية العشرة لمقدمة لخدمة. فما اطيل عليكم اكتر. انا هادي المايك لديكتور سارة وان شاء الله تكونوا مستفينين. افضلها دكتور. السلام عليكم. ممكن تفيك شعر عشان افتح المادة. السلام عليكم لكل السادة الحضور. ان شاء الله طيبين وكلكم بخير وعافية يا رب العالمين. محل ما تكونوا. وان شاء الله الليلة يومنا انا سارة خليل. مدرب في تميز وخدمة العملاء. وفن الاتيكايت المهني. غير اني انا بانكر. 18 سنة زي ما قال. الاستاذ ايمن. ان شاء الله هطل عليكم الليلة لمدة ساعتين. هكون معاكم. وان شاء الله تكون خفيفة عليكم. وتاخدوا معلومات سريعة عن ادارة علاقات العملاء او التميز وخدمة العملاء. وهحاول كمان معاها هيكون في شوية عن الان هما صراحة مرتبتين ببعض يعني الاتيكايت المهني او او ادارة العلاقات للعمل او كده. حاجات يعني كلها لينك لبعض يعني فحاول اديكم يعني على قدر ما اقدر كل المعلومات اللي ممكن تكون مفيدة بالنسبة عليكم في في السيشن دي ان شاء الله. وان شاء الله ربنا رجعنا بلدنا سالمين امين يا رب العالمين. وبخير وعافية. طيب بسم الله ينبتدي. طيب احنا هنتكلم عن ادارة علاقات العملاء. بالنسبة اللي انا ما حاكم معاكم از بتونس يعني مليانة بانه انا بس لها اتكلم اي زال عايز يشارك او عايز يسأل سؤال او عايز يتكلم في نقطة معينة ممكن يكتب في الشات وايمن حيدخلوا لي او انا حاكم بقرة في الشات برضو معاكم. ونتناقش يعني في النهاية انا عايزة انتو تستفيدوا باكبر قدر من اي معلومة انا بقولها او انتو ازا في فعاجة انا سقطت لي او كده انتو تراجعوني في اتعاني تمام? قلونا نكون متفقين لانه اه هنتناقش اكتر مما انه انا هقدم لكم مقادرة. لانه خدمة العمل بتحتمد على يعني على الخبرة يعني انا بخبرتي السنين الفاتت كلها في انه انا في مجال البنوك. فكلت عاملي كان مع العملة سوى كنت في الفروع او سوى كنت في في جسم التمويل او سوى كنت في جسم التريل كلها في النهاية related للعملة. وانك انت كيف تكون جاعد في مكتب مباشر مع العميل دائرة. فمن هنا انا حدد لكم يعني لما نقول التمييز في خدمة العملة هنجي نلقى انه احنا كلنا بنحب نكون متميزين في عملنا. يعني دائما دائما الشخص في نفسه بحيب يكون متميز. سوى كان اه في خدمة العملة او سوى كان في اي مجال هو شغال عليه. بعدينك خدمة العملة مرتبطة دائما او ادارة علاقة العملة. انا بفتكرة انها مرتبطة باي شكل وظيفة. يعني اي شخص في اي وظيفة سوى كانت marketing في التسويق سوى كانت في sales سوى كانت في خدمية قاعد في مكتب اتصالات او في call center او في البنوك فكلها بترتبط في شكل علاقتك بالعملة. فدي واحدة من الاهم النقاط المفروض يعني كلنا كده نكون انه علاقة العملة هي من اهم اهم الاجراءات الممكن الواحد يركز عليها في مجال عمله او في مجال تقديم وظائف جديدة بما اننا نحس حاليا احنا خارج وطننا واكيد اغلب يعني جزء منا نكون بفتش على وظايا جديدة في بلاد اه مختلفة او او بدينا نعمل نيو كارير لحياتنا الجديدة الى ان نرجع الى بلدنا ان شاء الله سالمين. فمن اهم الحاجات انك انت كيف تكون فاهم يعني شنو ادارة علاقة العملة. يعني انا اه شنو البدير لي علاقتي بالعملة شنو بخلي علاقتي اه كويسة بالعملة او انها تكون اه يعني متميزة مع العميل. اه اذا احنا جينا للسودان هتجد ان العلاقات بالعملة عبارة عن 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 سقة. يعني اكتر حاجة بتجد تلقاها انه احنا في السودان بنادعمل بالسقة الكاملة. سواء كان في البنوك سواء كان في اي مكان خدمي بتجد انه السقة والعلاقة العميل بالموظف ممكن بتدريجيا بتبقى علاقة قوية يعني ممكن تدخل الى انها تكون علاقة عائلية بعد كده اصحاب بعد كده يعني دايما بنحتمد على يعني الشعب السوداني شعب طيب جدا جدا وشعب كريم وعنده الحكاية بتحت يعني يعني قصة انك تكسب لك عميل دي ما هي دي كبير بالنسبة لنا. لانه المعاملة الطيبة المعاملة السلسة تسهيل الاجراءات التعامل بصورة مريحة بصدق تكون عندك السقة الكافية والاولامي يعني المعرفة الكاملة بالمنتج بتاعك او كده بتخلي انه علاقتك بالعميل القريبة. وصراحة حقيقة يعني في السودان الموضوع ده ساهل يعني ساهل برغم انه احنا كتقديم خدمات او سيرفز ككستمركير عندنا فيها مشكلة كبيرة شديدة يعني عندنا مشكلة لانه ما فيها تدريب. يعني اغلب الجهات الخدمية بتلقى انه ما في تدريب الموظفين عشان ياريف ايدي الخدمة دي بطريقة صحيحة. طيب قبل ما ننقش في موضوع في الموضوع الاساسي حقنا هحكي لكم قصة سريعة كده هي في في الاتكاية المهنية اكتر من انها تكون في في خدمات العمل لكن لا صلة وعلاقة كبيرة بالموضوع. اساسا كلمة اتيكاية دي جات قبل في العهد الرابع عشر او في السادس عشر في فرنسا كان في ملك بحب يعمل حفلة لكل لكل الشعب وليمون في القصر بتاعه كل سنة. وبصرع الحفلة دي جدا جدا. فليقوا انه هم كل ما يعمل الحفلة دي بيخسروا خسائر كبيرة جدا جدا بعد الحفلة دي لانه بيحصل خسائر في الحداير خسائر في القصر جوا الحاجات بيتكسر الولائم الاكل اللي بيتجدع يعني كان بتحصل فيها مشاكل فقام كل سنة بيقي يحاول انه يطور في موضوع الحفلة بتاعته دي. يا جماعة لو بتكلم بسرعة ممكن تقول لي برضو براها عشان شنو ما اكون بتسرح في الكلام. المهم فواحدة من الحاجات قام مرة اجتمع بالوزراء بتاعينه بحيس ان يا جماعة انا انا عايز حل الموضوع الخسائر اللي بتحصل قام الوزراء قالوا لا نوقف الاطلاد دي معين فاقام قالوا لا انا عايز اعمل الحفلة بتاعت الشعب دي والبدي فيها هدايا وكده ويتكون مستمرة قاموا قالوا خلاص احنا نعمل زي طرق ممشاء في الحدايق وفي القصر بيجوه وكذا بحيس انه الناس الشعب لما ايج داخل بتواكيه داخله بالممرات دي ويكون عارف المسار اللي حال يマchaft شابه للقصر لابين جاة السنة البعادة وقاموا وعملوا الممرات دي والابين تكيكات يا اه تكياتا الي هابين معنى تكيتا عندكيتا اه يعني فرانسية كنت معمولة لافتاد توضح الممرات اللهم حقير بشابه للقصر هل تفتكروا انه كل الشعب بنفس الطريقة لو حابين تجاوب على الشات هل تفتكروا انه كم من الشعب مشى بالحاجة دي وكم من الشعب مشى بنفس الطريقة الهمجية لو كان ماشي فيها If someone want to اعمل لنا النسبة اوكي في الشات هنا في ناس كتبت يلا مثلا 70% ما مشوا 30% مشوا يعني هتلقى انه الناس المشد بالنظام عدد ولا هاف يعني ممكن يكون 40-60 او 30-70 ليه لانه في ناس مشت بالنظم بالنظام وفي ناس لسه في الهمجية والطريقة بتاعتهم القديمة جوا تاني اجتمعوا ليقوا انه فعلا يعني العشرين الثمانين مشوا لا يعني النسبة الاكتر اللي هما مشوا بنفس الطريقة اللي كانوا مشين بعض زماني لما جوا عملوا الاجتماع تاني قاموا ليقوا انه قاعدوا مع الملك تاني فقاموا الوزراء قالوا ليوا ما في حال غير انه نحن نعمل مرسوم ملكي يكون فيه عقاب يعني الجزاء وقانون وكذا فلما قاموا نزول منشور ده في المدينة وجات جات فترة السند بعدها للحفلة وعملوا الممشاة حقتهم واللافتات وكل حاجة تفتكروا هل هيكون فيه زماني مشا غير بالنظام المعلن بعد النظم وبعد القوانين وبعد الجزاء الطلع والمرسوم الملكي الطلع ستجدوا أنه أيوة أكيد التزموا التزموا لأنه بقت في مخالفات بقت فيه جزاء على الحاجة المحل يلتزموا بها من القصة ستجدوا أنه من أهم الخوف من العقاب مثلا أيوة ستجدوا أنه من أهم أولويات إدارة العلاقات بالعملة النظام يا جماعة أنت لازم تكون أول حاجة إدارة علاقات العملة لازم تدير شكل علاقتك لنفسك أنت قبل أن تدير مع الآخرين يعني أنت لازم تكون شخص منظم شخص مرتب شخص عارف أنت عايز تعمل شنو في الحالة دي أنت بتقدر بعد كده تتعلم وترتب حياتك في علاقاتك بالعملة سواء أنت زي ما أقولتكم سواء أنت شغال في مكان اتصالات سواء شغال في بنك سواء شغال في وات ايبر كانت الوظيفة هي شنو من بتاع السيكوريتي أي مؤسسة في الحياة من بتاع السيكوريتي في الباب إلى المدير العام بتاع المؤسسة أو رئيس مجلسة إدارة كلنا خدميين لعملاء بيجو داخلنا المؤسسة لأن كلنا مستنين أن نحن نكون يا إما سبلاير يا إما يعني بنقدم خدمة معينة لعملاء معينين فبتقي تلقى أنه من أهم الحاجات دي إنك إنت كيف تكون منظم ومرتب في شغلك تكون كيف منظم ومرتب في شغلك هنجي ناخد النقاط دي حسب في التفاصيل هندخل فيها إن شاء الله واحدة واحدة بس حبيت أحكي لكم البصة عشان بس نعرف إن الموضوع النظام دي ينبادلي جدا إنه هو لما يكون فيه إجراءات وسياسات واضحة لكل مؤسسة بتخليك إنت كمعا واضح في وظيفتك وفي شغلك طيب يعني لو قلنا إنه في زمن زادت فيه والمنافسة وإنه الفتاح العالمي والعولمة وزي ما قلت لكم إحنا حسا حاليا بر بلادنا فهنكون محتاجين نواكب العصر هنكون محتاجين نواكب الشكل التعامل مع الآخرين بر السودان محتاجين إنه نتعلم كيف يكون نعمل علاقات قوية مع الآخرين من غير مع إنه إحنا نقلل من نفسنا من غير ما إنه إحنا نتعلم عادات سيئة محب بينها ومن غير ما إنه إحنا ننزل من مستوى تعليمنا لحاجة لرغبة معينة أوكي وأي شركة يا جمعة وأي مؤسسة إنت حتمشي لها هتكون أول حاجة عايزة تعمل شغل وعمل لإرضاء العمل بتاعينا واستمرار التعامل معهم يعني أي مكان بيكون عايز يكسب العمل الحقينه الحاليين والعمل الجداد اللي حيدخلوا على المؤسس أو على الشركة ودائما خد في بالك إنك إنت وانس إنك اشتغلت في مؤسسة خدمية بتحتاج لإنها تزيد عدد العمل بتاعينا لازم إنت يكون عندك نصيب من الحتة دي حتى ولو ما في وظيفتك لازم يكون عندك علاقات قوية يعني كيف تدير علاقتك بالآخرين بحيث إنك إنت تكسب الشركة دي على قدر ما تقدر لأنك إنت ده ما كان عملك ده ما كان وظيفتك ده ما كان رزقك فالواحد ما بيعاني لو إنه بس أنا وظيفة بأديها وخلاص لأن الحاجة الوحيدة في الدنيا دي يعني ما بتخسرك حاجة علاقتك بالآخرين سواء كان عمليا أو اكتباعيا فدي واحدة من أهم الحاجات اللي أنت بتركز عليها في شكل تعاملك مع علاقتك بالآخرين أو علاقتك مع العمل في العمل طيب هداف الدورة دي إنه الهدف الرئيسي هو إرضاء الزباين أنا لما أقول إرضاء الزباين دي معناته أنا عندي تحتها كذا كذا نقطة أول حاجة الرضاء الزبون بيكون من الناحية اللي أنت تدعمل بها معاهم بتكون من الناحية اللي أنت معرفتك للمنتج بتاع الشركة أو المؤسسة اللي أنت شغال فيها معرفة كاملة تامة يعني أنت لازم تكون عندك الفكرة والمعرفة المضمون المنتج اللي أنت بتقدمه بحيث إنه ما يكون فيه ولا سقر العبيد يسألك منها أنت تكون معرفة بالذات للناس اللي بتكون في الـ أو حتشتغل في حتة فيها أو حتكون موظف بتاع لازم تكون مليم تماما بالمنتج اللي أنت بتقدمه في الحتة بتاعت الـ لازم تكون عارفة الطريقة اللي حتتعمل داما العميل لازم تكون عارفة الطريقة اللي حتترد بها في في التليفون لازم تكون عارف بدراية المنتج بطريقة يعني مفصلة تفصيليا حتى لو ما في مجالك مفروض تمشي تقرأ عن الحاجة دي يعني مفروض تمشي تقرأ عن المنتج اللي أنت بتقدمه عشان أنت تكون على علم تام وارضاء للعميل اللي أنت بتتعامل معاودة رضاء العملة بيجي من حاجات كثيرة لازم يكون فيه البوكس بتاع الشكاوي أو المشاكل عشان الواحد معادي بيفتحوا بيقراءوا بيشوف المشكلة بتاعت العملة كانت وين هل التقصير من الموظفة أو هل التقصير من المؤسسة ما موفرة احتياجات يعني مستلزمات كاملة في المكان المفروض فيه الخدمة هل طريقة الإجراءات عقيمة هل السيستم ضعيف يعني فيه إجراءات كثيرة الواحد بيراجعها يعني أنت لما تشتغل في مؤسسة دايما خليك أوير بكل نقاط قوة وضعف المؤسسة بتحتك يعني أنت لما تدخل كموظف أول حاجة أنت لما تتمشي كده وتخش فيه وظيفة خدمية وكانت شنو هي وهي عندها علاقة بالعملة مباشرة في الحالة دي انت بتقوم تعمل شنو طوالي أول ما تتقدم للوظيفة وموضية العقد بتاعت بتاع الوظيفة الميديك اللي بتقوم تعمل شنو بتطالب بإجراءات وسياسات الشركة إجراءات وسياسات الشركة العامة اللي هي بقت أصلا بتكون أونلاين مكتوبة كاملة أنت بتخش عليها بتقراها بتعريفها تماماً بتعريف وظيفتك بتعريف السياسات حق المؤسسة بتعريف إجراءات المؤسسة دي شنو بتعريف إجراءات العامة اللي أنت حتقوم بيهم غير الجوب ديسكريبشن يا جماعة نحن نفصل بين الإجراءات حق الوظيفة وبين الجوب ديسكريبشن اللي أنت أخذت عليها العقد بتاعك لازم يعني صراحة حتى إحنا في الفترة الأخيرة في السودان كانت في بتكون في بوليسي بروسيجيز قوية جداً في المؤسسات أو أنا يعني تحديداً البنوك لأنه بقت من أهم الحاجات أنك أنت في التوظيف أنه إجراءاتك وسياساتك تكون واضحة شديد للموظف لأنك أنت عندك في نهاية السنة عندك أبريزل بيقدمه أي تفصيلة بتحصل لك في العمل مفوتة تكون مكتوبة في الإجراءات ومفوتة تكون مكتوبة في السياسات فإحنا حالياً زي ما أنا قلت إنه إحنا خارج السودان أي مؤسس عدم تشتغل فيها هيكون عندها الإجراءات والسياسات ودي بتخلي أصلاً الشخص الوظفك أو المؤسس الوظفتك لما تسأل ناس الـ HR أو لما تسأل مديرك في العمل بينك أنت عايز تشوف الإجراءات والسياسات بتدي الإحاق بتاع أنك أنت زول مسؤول أنت زول عارف أنت بتعمل في شنو حتى ولو سيكيوريتي حتى ولو ريسبشنست أقل الوظائف أنت مفروض تكون داري دراية كاملة بسياسة المؤسسة وداري دراية كاملة بإجراءات المؤسسة تطبيق المفاهيم الأساسية لخدمة العمل في بيئة العمل دي أنا دي الحتة تحت الإجراءات أنا بتتكلم عنها أنت لازم تكون أوير بإجراءات المؤسسة دي وإنه هل أنا مفروض أكون قاعد كم ساعة وأكون واقف كم ساعة وكم ساعة ممكن أنا يعني كل التفاصيل الممكن أنت تقلي موقفك في وظيفة قوي أنت تعملها أنت تقوم بها حتى تقول إنو حتى شوي إحنا عندنا حتى بتحت السبهللية أو عدم الاهتمام بقراءة الإجراءات والسياسات حتى المؤسسات لكن حسا حاليا ما عندنا فرصة دي الحاجة اللي بتودك أنت القدام اللي بتقوي موقفك حتى في التوظيف حتى في الانتربيوز يعني فيه سم كويتشنز كده بتجي للعميل بيكون فيها إنك للموظف قصلي بتجي فيها إنو يعني ممكن يجيك سؤال عن السياسات والإجراءات هل أنت مولين بحاجة زي دي طبعا لازم تكون عارف نفسك إنك في كل مؤسسة بيكون عندها إجراءات أو سياسات وأنا لازم أكون مولين بيهم أنا لازم أتبع كل الحاجات دي عشان أكون مؤحل للوظيفة تطويب النامج خدمة العمل من المستوى الأساسي للمستوى المتقدم دي يا جماعة أصلا بيقى يعني بيقى إحنا ما علينا متشود كبير لأنه في أبليكيشنز بتاعت سيارم بتاعت كستمر كير دي بيقى أساساً موجودة في أي مؤسسة عندها علاقة خدمية أو حتى إنت لو أنت شخص عندك بيزنسك الخاص أهم حاجة ممكن تكون بتعمل في حياتك إنك تعمل لك داتا للكسطمر عملاء بتاعينك لازم يكون عندك سيارة من أبليكيشن يا إنت لو شغال خليني أقول حتى الوظيف يعني الصغيرة أو يعني الوظيف الما كبيرة في البيوتي سنتر الحلاق في واتفر أنت بكون عندك علاقات مع العملة دايركت يعني أنت بتقدم الخدمة للعميل فلازم يكون عندك داتا بتحت العملة البيجوكة لازم تنظم الداتا حقها لازم تكتب أساميهم لازم تكتب تلفوناتهم لو عندهم إيميال تكتبها وان داي لقدام حتستفيد من الحاجة حترجع لا في يوم من الأيام وحتحتاج لها إن شاء الله يعني الواحد لما يطور في شغله ويطور في عمله كل سنة بتصهر حاجات بتعمل ديفولوب لعملك بصورة أكبر من الصورة قبلها من أهمها السرم سيستم السرم سيستم اللي هو داير العلاقات العملة كيف أنت تكون منظمهم كيف تكون كاتبهم كيف تكون متذكرة قبل خمس سنين العميل الجاني ومر علي دا أنا عارف عندي الداتا بتاعته حتى لو تلفونه تغير عندي الإيميل بتاعه وحس أغلب الناس بيقى الإيميل حقها لازم يكون دائما أبديتت عشان بيحتاجوا بأي حاجة ما في أبليكيشن بغش من غير إيميل فواحدة من الحاجات المهمة الشيء لازم تسجيل تفاصيل العميل وأهمها الإيميل لأنك إذا عايز تسجيله بعد كل سنة مثلاً بمناسبة الأعيادة في السنة بمناسبة المهم بتخلي بتاعك مع عميلك في رابط قوي بينك وبينهم طيب التواصل والتعاون مع العملة ما عليش عشان أنا مرات بكون مواصلة الشات ما بفتحه أيما ممكن تنبهني إذا في حاجة ما دخلتها أوكي لا لا أكيد ما في مشكلة لكن سوفر ما فيش في زول كتب لي code of conduct exactly code of conduct هي واحدة من الحاجات المهمة لما تجي تدخل في أي وظيفة أو كده طيب بعد ذلك حي تجي تلقى تاني إنه تطوير برنامج خدمة العملة من المستقبلنا التواصل والتعاون مع العملة بيستخدام عملات الاتصال الفعال اللي هي زي ما قلت لكم الكونتاكس تعزم الإيميل والموبايل والواتساب يعني بيكون فيك عندك connection دائم مع العميل ولازم تنبه حتى موظفين حتى إذا مدير مدير مؤسسة أو حتى إذا إذا زول عندك عملك الخاص أو كده لازم تنبه موظفينك بأنه أي شخص بمر على المؤسسة أو على الجهة بتاعتك اللي أنت شغال فيها لازم يخلي تلفون ولازم يخلي اسمه لازم يخلي الإيميل بتاعه بحيث إنه دي كلها بتخلي لك في داتا حقتك موجودة إنت هتستخدمها فيهم من أيام لكدام الحصول على ملاحظات العملة لتحسين برنامج خدمة العملة باستمرار دي طبعا زي ما أنا قلت لكم لازم يكون في بوكس بتاع شكاوي بتاع 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 يعني مثلا تدي فرصة للعميل إنه يكتب يوري إذا 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 الخدمة دي محتاجة لتحسين أو إذا في مشكلة مع موظف معين أو إذا في موظف ما قادر يوصل إلى المعلومة بصورة صحيحة ممكن يكون شخص مثلا خجول يعني الوظيفة اللي هو فيها دي ما مناسبة معاه في الوقت الحالي أنا ما بقول إنه شخص الخجول ما في يوم من الأيام ممكن يتغير ويطور من نفسه ويكون in front office لكن في ناس بطبعهم ما بيحبوا يدعملوا مع الأشخاص مع العملة دايركت يعني face to face وبتوتروا من أبسط الحاجات ففي حالة زي دي السوبرفايزر بتاع المكان أو مدير الشركة أو كده هو اللي عليه إنه يغير الشخص ده من الوظيفة دي ويوديه لي back office job لحد ما مثلا يتبرن أو يتدرب ويكون شخص يقدر يشتغل الوظيفة اللي هو فيها لأنه أحيانا الشخصية دي ما بيكون سوء سوء تعامل منها ولكن بيكون سوء فهم لطريقته وأسلوبه مع العميل ففي حالة زي دي هو محتاج إنه يتدرب قبل ما إنك أنت تخليه قاعد in front office in front office دي جماعة للناس يعني عندها الجراءة والثقة في أنها تتكلم مع العملة بصورة صحيحة وبتكون يعني ما مترددة فالوظيفة ما سهلة لكي محتاجة جهد من أي شخص إنه كيف يقدر يعني يعمل communication أو تواصل مع الشخص اللي قدامه الحصول على الملاحظات تلعو كده تطبيق برنامج خدمة العمل في قطاع الضيافة برنامج خدمة العمل اللي هو CRM applications دي بقت موجودة وبتسهيل كتير على كل الناس بتحفز الـ data اللي عندك بتقدر تعرفين انت كل كم سنة تطلع منك منه عشان تقدر تضيف الناس جداد للـ data بتاعتك وكده وفي الناس اللي يكونوا وطلعوا من عندك يعني لأي أسباب حصلت سافروا يتوفوا لا قدر الله كده فإنت بتكون محتاج تقوم تضيف عدد جديد من العمل لعندك عشان كده لازم يكون في مقاربة يعني مراقبة قريبة ولسيقة للحطة عشان انت حتى الحاجة دي إذا سوى بالمستوى بتاع البزنس الخاص حقك أو سوى انت موظف في شركة تمام اللي مع أي سؤال في أي زول عنده أي حاجة عشان ما أكون بواصل طيب الزباين هو طبعا ده الهدف الرئيسي بتاعنا أنا هتا دي أوكي تميناها سوري عمش إلى البعد طيب فانخدمة العملاء وكيفية المحافظ عليهم يا جماعة طبعا يعني من أهم 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 المحافظ على العملاء إنك كيف بتقابلهم يعني إنت كيف بترحب يوم كيف بيكون عندك السنس أو يعني إنك كيف تكون إنسان مبادر بالحاجة الجميلة الإبتسامة يعني أنا دائما قاعد أقول إنه موضوع إدارات العلاقة العملة دائت عبارة عن كله من ذات يعني من ذات الإنسان إنك أنت تكون مبتسم بالأخص قاعد في يعني بالأخص إذا إنت تزول شغال أو شغال في مكان مفتوح على العمل دائرت أو في وظيفة بتاعت سكرتري بتكون بتستقبل العمل بتاعت المدراء أو المهم أي وظيفة عندها علاقة بالجمهور مباشرة إنت لازم تكون مبتسم الإبتسامة العرفت كيف من القلب يعني الإبتسامة الجميلة ما فيها أي نوع من الضغوط أو الفرستريشن يعني أو الاسترس الداخلي أو كده كلنا عارفين إن إحنا حياتنا ما ماشى بالصورة السهلة أو السليسة دائما إحنا بنجي من بيوتنا اللي بيكون عنده مشاكل لا قدر الله اللي بيكون عنده يعني مزنوك في جروش اللي بيكون ما مرتاح اللي بيكون ده كل يا جماعة بنخلي جنباب البيت بنخلي الحاجات دي كلها كده جنباب البيت ومنجي دخلين على عملنا عملك ده سوى أنت راضي بيو أو ما راضي بيو أو زهجان أو ما طايق نفسك أنت مضيت عليه عقل وأنت بينك وبين ربك ده قلت إنه أنا ده العمل الحاكم فيه في الفترة الجاية فده رزقك بغد نظر عن إنك أنت مبسوط من المرتب أو ما مبسوط المرتب مكفيك والمام كفيك المؤسسة البيئة فيها سيئة أنت أخص يا جماعة إنه إحنا حسة زي ما أنا قلت حاليا إنه إحنا في بلاد مختلفة في جزء مننا في السودان لسه في جزء مننا بره ربنا يعينهم ويحفظهم ويغطي عليهم يا رب العالمين في جزء مننا نطلع وقاعدين بره وحس حاليا ويهو بنعافر وبنجازف لإنه إحنا نكون في حالة بتاعة حركة دائما في حالة بتاعة شغل في حالة بتاعة إنه ما نوقف حياتنا على حاجة حصلت في حياتنا ما عندنا يد فيها والأخير هنقول إنه لأخير في الله أي زول بحسبة مشاكل عليكم الله دي أنا نصيحة أخدوه مني كواقع خبرة يعني إنه خلي مشاكلك في البيت تعال أدخل عملك وإنت في كامل ابتسامتك وفي كامل الرضا في الدنيا تاقي تدخل عملك إذا أنت في في أفرونت أوفيس تاقي تدخل بابتسامتك مرتب بين أبرد صوتك الطبيعية ما فيها لحزن لغضب لزعل منزول يعني الناس التي جاءت تتعامل معك دي ما عندها علاقة بين مشاكلك وحتى أنت بالعكس أنت مفهود تكون السفير بتاع أنك تمتص الغضب بتاع الآخرين لأو دي جزوا من وظيفتك بايدا وإي أو دي جزوا من وظيفتك إنه الشخص اللي بيجيك من بره هو زهجان أو متضايق أو متقدم اللي فينا في التليفون اليوم والقابري أو كده في النهاية هو عميل وإحنا قلنا واحدة من حاجات إرضاء العميل إرضاء الزباين فإنت بقدر الإمكان بتحاول تمتص غضب الآخرين فالامتصاص الغضب ده بيجي من إنت تكون مرتاح نفسيا من الداخل إنت مرتاح نفسيا بتقدر تقدم الخدمة بالصورة الصحيحة هتقدم هيكون صوت نبرتك تحت الصوت كويسة هيكون خدمتك بالصورة لطيفة هتكون إبتسامتك في وجهك طبيعية ما متكلفة أو ما فيها ضغط على إنك لازم تكون مبتسم إذا بتعرف الشخص معرفة يعني بإين نزول بيجي دايما على المكان هتتكلم معاه بإسمه لكن دايما بلقب قبل الإسم يعني يا سيد فلان أو يا سيدة كده حسب الوظيفة اللي فيها يا دكتور يا باش مهندس يا كده يعني حاول دايما تدي العميل إحساس التقدير والاحترام اللي هو مستنيوا منك أغلب الطلاينز عموما بيحبوا الفخامة يعني بحبوا إنهم دايما يكونوا مفخمين فدايما أنت اللي بتدي الإحساس ده للعميل بتاعك ويعني لو سمحت عن إذنك اتفضل أنا هل أقدم لك الخدمة يعني دايما كلمات السناء والشكر والطريقة الحلوة والنبرة اللطيفة هي اللي بتجرب الناس من بعض يعني حتى ولو شخص أنت مضايق منه أشد الضيق على فكرة ما دايما كل العملة بكونوا ظريفين وما دايما كل العملة ناس كويسين فيهم الكويس وفيه السيء وفيه الخبيس وفيه الطيب يعني الأنواع مختلفة من الناس أنت خليك مع كل هذه الأنواع بنفس النفس اللي أنت جدا حبيبه المؤسسة ابتسامتك نبرة الصوت الطبيعية احترامك للآخرين بغض النظر عن أنه أنت إحساسك الداخلي دايماً أبعد إحساسك الداخلي تماماً في العمل ماذا تعمل مع العميل بإحساسك دي واحدة خليني أقول أن دي واحدة من الحاجات في السودان كانت بتعمل مشاكل للعملة للموظفين سواء كان بطيب خاطر أو سواء كان أو سواء كان بالنهاية كده نكسب تليك تجيل والله هي الفكرة ما كيسر تليك لكن الفكرة أنه أنت كيف تكسب الإنسان بطبيعتك الكويسة يعني بالجانب الكويس في شخصتك يعني الإكتسام ما كيسر تليك الصوت النبرة الهادئة والطبيعية ما كيسر تليك التقديم الشخص بصورة يعني زي ما تقوله يعني تخدمه بصورة صحيحة ما كيسر تليك فكيسر تقدم يكون للي ناس وما للي ناس فإحنا بنحاول نكون الحاجة دي لكل الناس مع بعض يعني ما بفرقة الشخص اللي بيجيك في المؤسسة هو سوى كان مدير أو غفير يعني حتعامل الناس كلها بكل الاحترام الممكن استخدام بعض الكلمات التي تدخل السرير في القلب وتتيم عن الزغم مثل لو سمحت سيدي هل أقدم لك خدمة أو هكذا العميجي ما هو إلا إنسان يحب الاحترام والتقدير وعبارات التقدير يعني فعلا كلنا الليلة إنت لما تخش مؤسسة أو تخش أي منطقة خدمية وإذا عاملوا معك بكسامة أكيد بتفرح يعني بيكون في فرح بيكون في يا سلام خلاص إجراءاتي يعني وتحاول تسهل للإنسان الجاي من برده إجراءاته أو تبسط له والحاجة حتى والإجراءات كانت شوية طويلة يعني في فورمات هتتملي في حاجة هتتمضي مع المدير يعني بيكون في إجراءات sometimes بتكون شوية تقيلة على العميل فإنت بتحاول تسهيله لو بعينه يا إما هتضيفه هتضيفه هتشوف ويشرب شنو هتسهل لو إذا عندك أي أكسس لواي فاي أو كده ممكن تقول لو ممكن تستعمل الواي فاي هتحاول تشغله بأي حاجة بحيس إنه إنت تتمللو إجراءاته من غير ما يمل دي واحدة من الحاجات على فكرة يعني تقدر تفهم تقرى العميل تقرى العميل صح والناس دائما بتتعامل مع العمل الدايركت لازم يكون عندهم يعني سرعة البديهة في فهم العميل يعني بمعنى إنك إنت تركز معاه وتشوف طريقته كيف في لحظته يعني هل هو إنسان متضايق أو برضو يعني يعني تحاول تخفف عليه بحيس إنه يطلع منك مبسوط في نهاية أنا بالنسبة إيك وفي وظيفتي إنه أنا عايز العميل يطلع مبسوط ده كريدت لي أنا وكريدت للمؤسسة لأن العميل اللي حيمشي ده هيجيب لك عشرة غيره وانس إنه الخدمة تقدمت بكل سلاسة وبكل بساطة وبابتسامة وبترحاب وباحترام تأكد إنه هيجيب لك خمسة ستة عملة غيره فخليكم دايما عارفين إنه العميل اللي بمشي وهو مبسوط بيجيب غيره والعميل اللي بمشي وهو زعلان هيطفش منك مليون عميل تاني لأنك هو يعرف كم عميل عندك في المؤسسة دي فلازم إحنا نكون يعني شنو آم بري منضبطين في الحتة دي نقرأ إجراءات العمل بتاعتنا ونجي نطبقها بحزافيرة نطبقها بالطريقة الصحيحة ندخل بوجل نقرأ عن خدمة العمل ندخل يوتيوب نشوف نشوف المشاكل اللي بتواجه الكلاينتز في الأماكن التانية نفسي مؤسس تي نحاول نعالجها يعني تخلي آثاقك واسعة وبعدين كل شخص على فكرة في طريق في وظيفته زي ما قلتكم يعني في التسويق في السيلز في كاستمر كير في كل الوظيفة اللي عندها علاقة بالعمل مباشرة طبعا الناس إدارة يعني علاقات العملة بتحت العلاقات الخارجية أو زول في علاقات عملة في سفارات أو في مؤسسات حكومية أو كده ذا لازم يدخل بروتوكول يعني إدارة البروتوكول مع العملة عشان يعرف البروتوكول العالمي وعشان يقدر يعرف بروتوكول البلد حقه وزاعة شنو مفوض يدعمل بها مع العملة الآخرين تمام يا شباب ماشين كويس ما في أي أسئلة ما في زل عنده سؤال الحمد لله في الثمام الحمد لله طيب واحدة من الحاجات التانية إشعار العميل بالإصغاء التام له وعدم ينشغل بأي شيء آخر أو شخص آخر طبعا يا جماعة واحدة برضو من الحاجات اللي أنا يعني داير أوصيكم بيها ودائما خليها في باركم لما تدعمل مع عميل أو تكون بتتكلم مع شخص الاي كونتاكت حقتك لازم تكون مركزة معاه يعني ما تنشغل بحاجة تانية يعني مثلا ما ترفع التلفون يكون العميل قاعد بصادك تقوم تمسك التلفون أو يكون بتكلم معاك تقوم تعمل أي أو جاتك مسج أو جاتك قول أو كده تقوم تمسك التلفون تتعمل معاه وتخلي العميل لسه بتكلم في كلامه ما تمسك ورقة وتكون بتكتف في حاجة والعميل أنلس إنه العميل بيقول لك في معلومات مهمة تقوم بتكتف في النجاة حاجتك وطبعا يا جماعة واحدة من الحاجات المهمة شيء تخلينا أذكر عليكم إنه دايما نخلي معاك نوت أو لو أنت متعود أنك تكتف في النوت حاجة الموبايل برضو ممكن تستأذنه وتكتف في النوت حاجة الموبايل أو ممكن تستأذنه وتسجل طبعا التسجيل ممنوع لكن إذا صاحب إذا العميل جدامك وافق على التسجيل تقوم تسجل طوال عشان أنت لما تجي تكتب الميمو بتحتك أو لما تجي تكتب الإيميل بتاعك للسبرفايزر أو لمديرك تكون عارف المعلومات الجالة لعميل تماما يعني تكون أوير بأي نقطة هو جالة لك من غير ما تسطط منك حاجة إذا أنت زول ما بتحفظ وأنا واحدة من الناس حسة حاليا صراحة إذا عنداي علاقة يعني مقابلة مع عميل أو كده أو نقطة معينة عشان بعدك لما أكتب المنتز حاجتي أو المقرر اللي أنا عايزة أكتب للمدير يكون واضح ويكون يعني سلس في النقاط وراء بعض فدايما ركز لأن العميل لما يجي لازم حاجتك تكون بقابلة يعني تكون بتعاين لف عينه بالسلام لازم لما تجي تسلم على الشخص تسلم عليه وتعاين لف عينه ما يكون أنت بتعاين لشخص آخر وتكون بتسلم عليه دي واحدة على فكرة من حاجته مهمة شديدة مع العملاء بتديه السقة كده في إنه أنا الشخص دي أنا جاي وهو مركز معي أداك البيزنس كاعد حقه الميديا تتمسك البيزنس كاعد تجرى الاسم مرة أخرى وتخده يا إما في درجة المكتب يا إما في بدلتك لو أنت لابس بدلة وتقوم ترجح تنادي العميل باسمه مرة أخرى دي من الحاجات اللي بتخلي في علاقة very close مع العميل طو أكون في customer care أو موظف relationship manager أو أي حاجة وعندي بيزنس كاعد والعميل قدم ليه البيزنس كاعد حقه بشيل البيزنس كاعد وبقراه وبدخله يا إما في الدرج يا إما في البدلة حقتي يا إما إذا أنا عندي حافظة بتاعة كروت قدامي في المكتب بخدتها وبسلم عليه باسمه تاني وبقول له يتفضل فدي بتخلي إنه أنت ما حتنسى العميل وما حتنسى اسمه لجدام لو جاك مرة أخرى وحتكون احترامته في تقديمه للبيزنس كاعد حقه للداكل تمام دي واحدة من الحاجات التي بتخلي بتحافظ بين العلاقات بين العملة وبين الموظف البيزنس كاعد اللي أنت جمعتهم دي على فكرة اميدياتي آخر اليوم وفتت دخلهم في الداتا حقتك في الكمبيوتر اميدياتي العاميل اللي حتى ما استفيدت منه الليل حتستفيد منه بكرة ولو ما استفيدت منه مثلا في القسم بتاعك حتستفيد منه في القسم آخر فلازم تحتفظ بأكبر كمية من الداتا لكلاينس عندك هل تصدقوا أنا شغالها من 2005 أنا عندي عملة حافظة الداتا بتاعته من 2005 أنا مشاهد اشتغلت في تاتا ابنك في السودان كل ما أمشي بنك بشير معاي العملة دي بشيرهم معاي البنك اللي أنا مشاهد له ما أقدر إن الشي الأكبر كمية من الناس اللي أنا كنت بتعمل معهم بطريقة وطيضة بطريقة مباشرة يمشوا معاي وما بيمشوا معاك ما لم يكونوا مرتاحين في التعامل معاك وما لم يضمنوا إنه أنت اللي استافل معاك هيدعمل معاك بنفس الصورة بتاعتك فأنا بقول لكل مدير إدارة وليكل سوبرفايزر لازم لازم تودي اللي استاف حقك في التراك الصح تفضل تفضل دكتور ما أحببها قاطع لكن بس في النقطة بتاعت اللي هو مع لأنه بس إضافة بسيطة هنا يعني أنا أنا حاليا موجود في الإمارات يعني أكتر الشغل هو ماشي مثلا شغل الموضوع بس المرحلة بتاعت إنه أنت لما تيجي تخش لإنتربيو بيجي بيجي بيسألوك إنه أنت الـ DataBase بتاعت الـ Customers بتاعتك شكلها شنو إنه يعني بيجي حاجة من الـ Qualification إنه أنت Will you transfer جزء من الـ Customers بتاعت إنك أو الـ DataBase بتاعتك للشركة الجديدة أو أو كده فأنا بس حبيت يعني أشفت أيو فعلا يعني بيجي شكرا جزيلا بالجدية أو سيد زيما يعني دي حاجة واحدة بيجي من الحاجة المهمة الشديدة إنه إذاً حتتدعم مع الـ DataBase بتاعتك كيف وفهمك للـ CRM زعتك وحتتدعم معاه كيف وهل إنت للشركة دي يعني لهم ولا حيعلموك من أول وجديد سو إحنا لازم يكون عندنا يعني احتفظوا بكل الـ DataBase تحت الـ Customer زي عندكم يا جماعة حتى لو في السودان حتى لو ما ضعت منكم لازم تحتفظوا بها لأن حتفيدكم في شغلكم الجاي سواء في الإمارات في الخليج عموما في السعودية في مصر حتستفيدوا منها فلازم يكون عندك Strong Data تقدر تستعمله وتستخدمه وبعدين حتى في الـ Interview زي عندما نأتي ويتكلم معاك بتكون بتقول يعني أنا جماعة كنت شغال في حتة الفلانية كانت مؤسسة خدمية كان عندي فيها data CRM كذا 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 ممكن بسبب الحرب أكون فقدت جوزه لكن في جوزه معاي وانا أنت تكون واثق من نفسك إنك عندك good relations مع الآخرين لأن الـ customer is جزء من الحياة التي تدور حولينك يعني فدي واحدة من الحاجات المهمة شديدة شكرا أستاذ زيمن تقديم الضياف المناسبة للعميل مثل القهوة والحلويات ومحاول التهنئة بالأعياد والمناسبات زي ما قلت لكم جبال إنه الواتساب والإيميل يعني إنت حتى العميل لو غير التلفون يعني ما ينادر إنه غير الواتساب بتاعه إلا بعد سنين طويلة لأي سبب من الأسباب إنت بترسل له المعايدات بترسل في الإيميل وتقديم القهوة والحلويات وما شابه ذلك بيعتمد على المكتب اللي انت شغال فيه وبيعتمد على الوظيفة اللي ما بيسمح بإنه مثلا بتقديم مشروبات أو كده للعميل يعني ده غير المكاتب الخاصة يعني المكاتب الخاصة شي تاني يؤيزه اللي يعمل الحاجة دي يعني من الحاجات المهمة المفروض تكون وبعدين طبعا شكل المكتب ذاته أو شكل مكتبك يعني بيوري طبيعة الموظف الآن جاي يتعامل معه النظام الترتيب الورق حقك في مكانه الكمبيوتر يعني شكل ترتيبك لمكتبك وشكلك بيوري إنه أنا بتعامل مع منه يعني بوري العميل الجاي إنه أنا بتعامل مع منه وحناجي للمقطة دي في السلايدز الجاي الابتعاد عن التقبر والترفع عن التعامل مع أي عمل فكل عميل يخرج يسحب معه الكثير من العمل أو العكس زي ما قلت لكم إنه أي عميل بيطلع مبسوط حيجيب معاه أو بيطلع زعلان حيطفش منك الآخرين والابتعاد عن التكبر والترفع يعني خلينا نكون يعني أكون معاكم شوية ونكون واضحين مع بعض الليالة في الليالة في يوزو كبير مننا طلع من السودان والعاملة دار ينتقل علاقة زيادت في البيوت وطلعت مع بعض وكده يلا هالحاجة دي عنده أثر سلبي عن العامل أنا كموظف أيوة يسح هجيك للنقطة دي يا أستاذ بخيت هجيك للنقطة دي حس حالا هاسكولي لك وحنتكلم فيها تمام هبسها يعني هاتكلم حس عن النقطة اللي أنا بتكلم فيها وحرجي عليك للنقطة بتحتك دي طيب قلنا إن الحتة بتحت الترفع والتكبر بالنسبة للموظف أول حاجة يعني إحنا حس حاليا في وضع ممكن نقول على نازحين ممكن نقول على لاجئين وتأفر أنا المكان اللي قاعد فيه سواء أنا كنت يعني خارج السودان حاليا أو داخل السودان لأنه أنا داخل السودان لكن مثلا ما في مدينتي أو في بيتين أنا كنت متواجد فيه في حالة زي دي جماعة في ناس كتيرة كتيرة يعني حتنزل في الجريت حقها يعني الوظيفة ما حيكون في نفس الوظيفة اللي هو فيها يعني ممكن أنزل درجة درجتين ممكن أنزل ثلاثة أربعة درجات ممكن أنزل خمسة درجات باعتمد على أنا وضعي المادي وأنه أنا بصرف على منه يعني دي 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 في حد ذاته أنا ما حايزا تكون مشكلة كبيرة بالنسبة لكم يا جماعة كل زول في الدنيا دي عنده في وقت رزق معين بياخده في الدنيا دي وربنا بسهيل عليه على قدر سعيه فأنت اكتهد وأي زول أي وظيفة بيعملها في الدنيا دي بيكون عندها لقدام خبرة لي وحيقدر يقدمها في حاجة في حياته ما في زول بيعمل حاجة في الدنيا دي ما لم يكون ربنا كاتب لي وفي حاجة خير حيقدمه في يوم من الأيام حقول لكم مثلا حديكم مثال أنا قبل قبل نقول عشر سنين عشر سنين اتزوقتها ومشيت عيشت في انجلترا تمام بعدت بعدت عن البانكين كارير حاجة بتاعت أربعة ستين ولما جيت رقع السودان يعني زملائي في البانكين وصلوا مدراء إدارات وحس عندي زملاء مدراء عام بتاعت بنوك وكده أنا كان حصل لي فصلة بتاعت أربعة ستين أنا ما اشتغلت فيها بانكين اشتغلت وظائف تانية كاج والجوبس انجلترا ما في حاجة اسمها أنا ليلة خريقة بتاعت محاسبة كنت عندي خبرة في البانكين خاص بكرا عامش طوال انجلترا اشتغل في بانكين لا وتقعد هناك تدعك سنتين ثلاثة سنين في كاج والجوبس دي ترحم البلد دي كلها كشير على بعد ذاك تاخد شهادات وتقرأ وتحضر وتعمل حتى بعد ذاك ممكن تشتغل في الجوب اللي انت عايزة وبعد صعوبة الواحد يشتغل اخذ له خبرة ويكسبرينيز عن حاجات وما كان اصلا يعني يفكر في يوم من الايام انه هيشتغل جيت بعد ذاك رجعت السودان لما جيت اشتغل في البانكين تاني انا نزلت دريقتين لا تحد يعني انا مشيت سينير ستاف رجحت دريقة سوبرفايزر لا تحد لانه انا كنت بعيدة وما زعلت على فكرة لانه انا في الاربع سنين دي عملت حاجات تاني اتزوجت جبت عيال ربيت اشتغلت وظيف انا ما كنت شغالها قبل كده يعني حصلت احداث تانية بالنسبة ايه كانت جميلة وكانت اجمل لما جيت اريع للشغل تاني ما زعلت انه نزلت دريقة ولا دريقة تاني لكن اكتهدت احنا ما عايز انها ويعني ناس ممكن تكون ما عايز تقترب برا السودان لكن انا بقول ان ها فرصة انك انت طلحت برا هتقابل جنسيات غير جنسيتك هتلاقي ناس مختلفين هتشتغل وظائف انت اصلا ما كنت تنفكر في يوم من الايام اللي كنت حتشتغل هتضيف لك في يوم من الايام اللي الناس الممكن تقدم لها لكن لما تدخل تكونوا ملمين تماما بيعني شنو موظف خدمة عملا يعني مرة من المراكة كنت بقرأ في واحدة منزلة بس انا ما قدر اتذكر الاسم بتاعها والله يعني كان نفسي انه انا اتذكر بال واحدة منزلة منزلة صورة انه شغالة في مكان في الخليج وبتقول انه دي يعني هي طلعت من بلد وان تحس هي شغالة وان تكون مبتسمة وان تتعامل مع الناس بصورة جميلة وان اول مرة تقدم الوظيفة دي فدي واحدة من الحاجات انه انت بتتعلم جديد في حياتك بتتعلم ان التواصل مع الاخرين ده ما حاجة سهلة ما حاجة بسيطة بتخليك بالعكس اثاقك متفتحة الكميليكيش بتزيد بتلاقي جنسيات مختلفة الليلة كنت في الامارات ممكن تمشي كندا ممكن ربنا يسهل عليك وتمشي هناك حتى العامل مع جنسيات اخرى انت لازم تكون في مصر حاليا احنا المصريين قريبين لنا في التعامل لكن هم اشتر من خدمة العملاء شطار يعني ناس بعرفوا كيف يخلوك تشتري بعرفوا كيف يخلوك تدخل المكان بتاعهم بعرفوا كيف يخلوك يعني اللسان الجميل الله يبارد فيك ف بيخلوك انك انت يعني انت بتكون معيس تشتري حاجة بتشتري ليه عشان كلامهم جميل عشان كلامهم حلو عشان طريقتهم سلسة سهلة بنسب يا سلام انا عايز اعمل حاجة فلانية ف احنا لازم نكون بنفس المستوى نعلم روحنا ندرب روحنا نخلي روحنا نطلع من القوقعة بتاعت انه احنا بنشيل مشاكلنا معانا المكتب بنشيل بنصادق وبنزامل يعني بنصاحب في المكتب over الحاجة المطلوبة زي السؤال بتاع استاذ بخيد بتاع انه العامل بتبقى العلاقة يعني مع الكلائنس لدرجة انها تصل البيت واسر وكده ما بقول لك ما بيحصل بيحصل ودرعه بتقوي جدا جدا لكن ما دايما بيكون في صالحك في الشغل في العمل يعني احنا دايما لازم يكون في شكل العلاقة بين العميل وبين الموظف عشان شفت الشعرة بتاخدش العلاقة دي فعند اقول لكم كلمة يعني كعلاقات مع زمل او علاقات مع عملة لازم تكون فيها الميتيشن يا جماعة ما في حاجة اسمها صحبة يعني انتي مي لا في العلاقات العمل وفي العلاقات العميل العميل عنده مكانته ده عميل وانا موظف معاه علاقتنا بيقيت حلوة مع بعض لكن لازم يكون فيها الميتيشن يعني لازم لازم انا احدد شكل العلاقة ده اي بيقيت في صحبة عوائل اسر ماشينا مع بعض كده لكن دايما لازم انت تكون حريص بانك تخلي علاقتك مع الميتيشن لانه في عمل بيناتكم ما في حاجة اسمها اصحاب شديد وخلاص والعمل وانحنا بتفاصيل لا لانه زي ما قلتك الشعرة ممكن تدخل في حاجات كثيرة يعني ممكن بعدين فيها كمان الحتة بتاعت اللوم الامانة بتحت العمل يعني انت لما تبقى علاقتك قوية شديد بعميل زيادة عن اللزوم بتدخل فيها كثير من يعني الشكك يعني حوالينك بيكون دايما في حالة بتاعت شكك انه العلاقة دي كده الحاص شنو في شنو يعني دايما بيكون في حالة بتاعت شكك فحاولوا انه تكون العلاقة بين العميل فاليمتاشن حتى لو بيجد صحوبية وصداقة قوية يعني لازم يكون فاليمت عشان انت ولا تخسره ولا هو يخسرت وانت لو خسرته معلقة المؤسسة هتخسر فانت كده هتكون خسرت المؤسسة ما خسرت نفسك بس وعشان ما اي ديبيت بتاع بتاع يعني بتاع شغل رسه وليك او بعد وليك وعايز تخلص بسرعة وما خلصته تحصل في مشكلة بيناتكم واكيد الحاجة بتحصل باي دا وإي يعني لو ما حصل الليلة بتحصل بكرة فعشان كده الواحد يخلي العلاقة سليمة معافية فيها الموضوع فيه متوني وستاذ بخيد الموضوع كده من يسبيك وضح ولا عايز اوضح لك زيادة لو فيه اي توضيح زيادة ممكن اوضح العاف العاف طيب من مهارات خدمة العمل التي حتاجها كل موظف يا جماعة انا الليلة عشان اكون يعني موظف متميز وعندي خبرة في خدمة العمل ولا من اجل الانترفيو اقعد كده بكل الثقة وبانه انا يا جماعة الليلة لو عندكم خمسين عميل حيجد مئة عميل في اليوم حيجد داخلين علي انا قدر الوظيفة دي في مهارات انت مفروض تعاين لها يعني تحاول هي ما سهلة يعني خلونا الموضوع ما سهل لكن لازم انت تضغط نفسك على انك تتعلم ومش لانك انت حس محتاج للوظيفة فقط زي ما قلت لكم في حياتكم العملية كوظيفة في حياتكم العملية في عمل خاص في حياتكم العملية كأنت مدير رئيس مجلس ادارة شركة هتلقح لانك انت كيف علاقتك مع عملائك في الشركة كل شخص وبمستوى العلاقة بتاعته مع العملية رئيس مجلس ادارة عنده دا ويز انه كيف يصيق شكل علاقاته بالعمل بتاعينه عشاءات بتاعت عمل مثلا اكتباعات سنوية عنده الطريقة اللي بدير بها عشان دير رأس مجلس ادارة وده طريقة التعامل اللي هم بدعمل بها مدير عام بتاع شركة مع العمل بتاعينه ارسال المسجز بتاعت الاعياد تقديم الهدايا مثلا عمل الاجندات كل سنة وارسال للمؤسسات اللي بتخصه او العمل بيختار مثلا 20 ولا 15 عميل عنده في شركة دي من الVIP عمله كيف يدعمل معهم كده سوبربايزر بتاع شركة برضو عنده خصائص الممكن يدعم ذا جونيور والسينيور برضو عندهم الطريقة وفي الميتاشن يا جماعة ما يلا يستاذ بخيت الحتة بتاعت العلاقات الزيادة عن اللزوم مع العمل بتحتمد على انه انت ونظيف تك شنو هل انت مدير هل انت رئيس مجلس إدارة هل انت سوبربايزر ولا هل انت موظف عادي وهل العميل اللي انت بتدعم المعاودة هل هو مدير مؤسسة هل هو رئيس مجلس إدارة او هو موظف عادي اذا موظف معك في نفس الليفل ما في مشكلة شكل العلاقة بتكون أسرية شكل العلاقة بتمشي بتتواصل بتتمد كده لكن برضو في الميتاشن اذا هو مدير مؤسسة ومثلا معجب بيشغلك جدا في المؤسسة اللي انت فيها كموظف وعايز يجاملك جاك في عرسك او عزمك لعرس بيته او عزمك لعرس اخته او مجاملات عادية ممكن للناس تتنين لكن اذا دعاك اللي دعود عشا خاصة دي بقى فيها انه ما 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 لطيفة يعني في يعني اغلب الاحيان عشان من عميم في اغلب الاحيان الواحد بس بيكون حريص اذا عزمك انت والإصطاف المعاك دا معاك المشكلة خلاص دا داري قديم لانا المدير بتاع الشركة او المؤسس دا يستقدم خدمة الشركة او المؤسس دي فعزمت الإصطاف كله لكن دايما نكون حريصين في شكل التعامل يا جماعة لانه والله العظيم في حاجات بسيطة يعني بتبوز اي حاجة صاحبة المؤسسة زي مثلا في البنوك حديكم الأمثلة يعني عشان دا مثلا المجال اللي أنا فيه البنوك دي فيها منادي بتاع شركات مثلا بيجيبوا الشغل اخر اليوم او بيجيبوا الكاش اخر اليوم بتجد المندوب بتاع الشركة بدخل مع الصرافين جوا الكلام دا الكلام دا ما لاني انا ما بسق في المندوب او ما لاني انا موظفي جاهل لكن ما في تدريب ما في تعلم ما في ما في النظام يا جماعة كل حاجة مفروضة مكتوبة بالورقة والقلم فالناس مفروض تحافظ على الحاجة دي بالشكل دا يعني مثلا في الفروع البنوك مثلا تكون اجراءات والسياسات المؤسسة أو الشركة البنك مثلا في سياسات واجراءات معينة كل يكون الكلام ممنوع لكن الفروع بيقول لك ها يخ نحن دي علاقاتنا مع العمل ودي كده هما بيرتاحوا لها نفسيا اي ما في مشكلة انا اريح نفسيا لكن ما لدرجة انو انا خلي يدخل معاي ويعمل معاي الشغل في مليون طريقة انا ممكن اريح بها لكن ما انو للدرجة دي لانو دي مؤسسة ما حقتي فيها مشكلة لكن ما تحرج مديرك ما تقبل وتعمل الشغل وتحرج مديرك اذا هم موافق على حاجة زيدي تمام يعني دايما ال relation between المدير والموظف لازم تكون very teamwork اللي لا ما تعمل حاجة عشان تغيص بها مديرك عشان انت ما حاب بيو this is unacceptable يعني دي خارج نطاق العمل المؤسسي وانت كموظف محترف ما تتخط مديرك في حاجة عشان انت هتعمل ويت gain credit للمؤسسة وانا متأكد ان المدير العام حتى المؤسسة حيفرح من يوم حين بسط حتى هو المديري هو مما في العليا دي ما اخلاق شغل ابدا وما هتنفع خارجيا عائلة كثيرة شديدة في السودان كثيرة جدا يعني دي ده ما واخر خبرة يا جماعة انا في البنوك دي شوف يعني العجب نعمل اي شي انا ذاتي من نوم انا مش ما بمرو بنفسي من نوم انا ذاتي من نوم لكن احنا بنتعلم بنتذرب بنتطور لازم العادات الحقيقية ما صحيحة لازم نوقفها لازم نمشي بالطريق الصح لازم نمشي بالنظام اللي انا حكيت القصة بتحت الاتيكايت او المهادرة نظام قوانين انا عندي اجراءات عندي سياسات امشي عليها فدي الفكرة يا جماعة معلش انا شوية حماسية شديدة في ماداتي دي يعني بحبها شديد وبحب ان كل الناس تكون يعني فهمة يعني شو خدمة عملة خدمة عملة ما حاجة سهلة ما حاجة بسيطة ما حاجة بسيطة ان كنت تكون موظف قاعد بتاخد في ملايين من الموظفين لعدة الساعات يعني هلاك للموظف لازم تحبها لكن يعني دي وظيفة انت لازم تحبها ولما تحب وظيفتك على فكرة مهما كانت بتبقى سهلة بالنسبة لك وبتكون ممتعة بتكون مستمتعة ابتسامتك فحبوها عليكم الله عشان بكرة بكرة كلكم لما تشتغلوها في أي مكان في الدنيا لازم تجل ترسولينا هنا لكم انتم مبسوطين من الوظيفة طيب من أكثر المهارات الأساسية التي يحتاجها الموظف إلى إتقانها في هذا المنصب يلا خلونا طيب الدنيا أمس للمهارات انتم ممكن تتخيل شنو شنو تكون أو نبتدي بشنو مثلا خلونا كده شاركونا كم حاجة عشان ماكن بتكلم براي كده طيب حل المشكلات كيف حل المشكلات بيكون communication سكيلز أوكي communication سكيلز زي شنو مهارات التفاوض أيوة كلها داخلة في يعني في مهارات يعني دي كلها أدوات داخلة فيها مهارات تانية يعني صفات قصدي صفات أيوة الصبر يا سلام عليك يا شيما والله عجبتني صديقي لأنه دي الصدق فعلا الصبر علي الصبر الصدق حقيقة طيب خلاص ممكن نبتدي بما إنه شيما وعليا قالوا الصبر فخلونا نخش موضوع الصبر طيب أنا قمع والله يقيت أوكي هلين خلاص مهم مشكلة طيب الصبر الصبر مفتاح الفرج الصبر يعني من الحاجات اللي بتقوي إيمانك الصبر على الأزاء يعني كل الحاجات اللي أنت في حياتك بتصبر عليها بتنال على قدر صبرك فخدمة العمل دي واحدة من الوظائف اللي أنت كل ما تصبر فيها كل ما بتنال المرونة الصبر وتتحمل والله العظيم ده كله كله يا جماعة كل الحاجات دي حقيقة هل تكلمت خدمة العمل دي واحدة وظيفة في الدنيا لأنه وظيفة من رئيس مجلسة إدارة لحد السيكوريتي الواجه في المؤسسة طيب طيب خلونا حنمشي على كل النجال دي واحدة واحدة زي يلا الصبر طيب إخواني أنا لما أقول الصبر من مهارات خدمة العمل ليه عشان أنا الليلة لما أكون قاعد في خدمة عمل وبخدم لي في مؤسسة بيجي أنا في مؤسسة خدمية قاعد من بيمر علي في اليوم من بين سبعين للمية عمين فيهم العابر فيهم العندو فيهم اللي بيقعد يحلوا لو مشاكلوا فيه العيز الخدمة من أول جديد فيه المتوتر وما عنده موضوع جايين عشان يبرمج بينها عشان هو زهجان من خدمات معموما أنا طبعا دي بغرض اختلاف الخدمات الممكن نقدمها وتأبر المؤسسة هي كانت شنو تمام يعني أشكال العمل اللي بيمر علي مختلفين فيه الممكن حاب استزرف فيهم الزهجان وجمار بس لقى المؤسسس لقى الخاص كده في الله الأنواع مختلفة فإنت عليك كموظف خدمة عمل كده داخل المؤسسة دي إنك ملزم إنك تتقابل كل الناس دي بالابتسام الحدوى وتتقابل كل الناس دي من غير ما تتوتر وتتقابل كل الناس دي وترد على كل شخص فيهم بالحاجة اللي هو طالبة ومطلوب منك مع ذلك إنك تكون في إجراءاتك حقا أخرقتها ما عملت حركة ضايقة واحد من العملة ما قمت وخليت المكتب ما تصرفت أي تصرف غير لاعق فده كل أحد ندري جوين في حتة الصبر صراحة الناس الأخلاقة ضايقة تحاول تبعد من الحتة بتاعت في المكاتب الأمامية أو تعود نفسها تعود نفسها ده الله يعني الله أعلم إنها تدرب نفسها كتير إنها تحاول تقرأ آيات في القرآن بحبها تصلي على الرسول المهم تعمل الحاجة المقربة لك إنك تتهديك نفسيا صراحة لله إذا أنت مجبر إنك تقبلت في وظيفة وإنت زول شاطر وتعمل مهامك كلها بصورة صحيحة والناس مبسوطة من طريقة عملك وشغلك لكن أخلاقك ضايقة ضيقة الصدر أو الضيقة اللي يقدم الإنسان يعني ممكن يخرب عليه في وظيفته within no time لأنه الحركة اللي بتعملها ما هتقتفر لآخر يوم في حياتك فإحنا دائما بنقول الصرافين كده يعني الصرافة بيشتغل في الوظيفة الجديد ويكون أصلا جايين فرش لازم نزل له كم دورة تدريبية كده بحيس إنه أو دي كانت مشورتي صراحة في خلال الخبر في البنوك بإنه مع موظف الصراف ده ممكن تنزل طوال يشتغل الصراف لازم يتدرب ولازم يقرأ الإجراءات بيراحته ولازم ياخد له كم تدريب كده في المؤسسة من قبل ما ينزل عشان يتعود على طريقة العمل وعشان يحس بأهمية وجوده في المؤسسة وعشان لما ينزل يشتغلك كصراف يكون داعم لمؤسستك إنت لما تكتهد في موظف بتاعك الموظف بتاعك بديك فالصراف ده واحدة من الوظيف الحقيقي يعني مش يعني حاجة كده أنا ما بقدر اوصف لكم إنتو كلكم عارفين وعارفين في السودان الصراف بيحصل لوشان يعني من كمية المشاكل ومن كمية العمل تجي تسمع وكلام سواء كان أزمة كاعش سواء كان أزمة في أي حاجة فالصراف دا واحدة من الحاجات تد يكون فكل يوم بيجي عمل وبيجي يوم وممكن يخلص الساعة تسعة بليل عشان يزبط قزنته ويجي تاني من نفس الوظيفة زي ناس الكول سنتر مثلا قولوا اتخيلوا مثلا زي ناس زي ناس الكهرباء عندنا في السودان يعني اتخيلوا الناس دي بتكون عشان كده حس يعني موظف الكول سنتر دا اكتر من 6 شهور او سنة ما مفيد اشتغل الوظيفة لانه حيجين يعني راسه حيفوت منه لانه انت بتدعامل مع مختلف الاجناس وتدعامل مع مختلف البيئة وتدعامل مع مختلف القبائل وتدعامل مع مختلف ال البيئة حق العميل ذات وبيجيك فهذا كل يا جماعة بنتحر تحت الصبر يعني لو انت من نفسك قدمت الوظيفة بتاعة كول سنتر او خدمة عملة او دي مسؤوليتك بقى اصو ما تجي في يوم من ايام تشتك تقول انا والله الوظيفة دي وانا ما قادر عليها ايوه هندي سنة نص كول سنتر ما في حاجة يسمى سنة المستعمل خلاص ال كول سنتر ده اكتر من سنة دي لازم الموظف يحصل لل الروتيشن لازم الموظف تنجل لوظيفة تانية لازم الموظف لانه الكمية الطاقة السلبية يعني بتستقبل من الاخرين يعني شنو هتقول لك هتأثر على حياتك فلازم ما في حل ما عنده حل لانه كنت في السودان يعني مثلا انا شغال اونلاين هسا الحمد لله لكن برضو يعني ممر يحمي اه اه تاتشور يعني خلل في احصابي اي لا بيجي يعني صراحة الكل سنتر يسوط ايزي جوب لكن البيقبل لازم يكون قدرة ولازم يقبل التحدي ولازم يقبل انه خلاص تاني في الكل سنتر ده لما يجي يختار وعايزين اتكلموا مع ملو اتكلموا مع فلان وده طبعا يا جماعة بتكون درجة عالية جدا جدا من الصبر ومن الثقة ومن التدريب ومن الاكسبرت ومن النجاح الما عادي بالنسبة لك وما بيفيدك كثير يعني بيفيدك في حياتك من انك لما تجي تشتغل في المؤسسة التانية بتكون انت عملتها مع كل انواع المكالمات واستقبال ايوان والله عايز ازول بارد شديد البرود كمان مرات شوفوا شوفوا خلوني اقول لكم حاجة قاعد اقولها في الاتكاية المهانية احنا دايما لو دعلمنا في حياتنا عموما في حياتنا عموما لو دعلمنا الوسطية في كل حاجة والله حياتنا قاد هتمشي لكن احنا حسك احنا كالسودانيين يا كريمين الكرم ال الـ 360 طيبين الطيبة الـ 360 شرانيين وشكالين بالطريقة الـ 360 الحماقة عندنا لو صدمت ازول في الشارع بطلح سكين بيكون داري دعنا ما عندنا وسطية في الحياة ما عندنا اوسط الامور يعني ما عندنا نوسط في حياتنا ما عندنا اننا الليلة مضايق في بيت وزعلان انه خلاص اوسط شكل الحاجات ما عشي معا المكتب ما عندنا وسط عدم السبات الانفعال يعني ما عندنا وسطية في حياتنا ما من نوسط الامور ما من نخليها في النص ما من نخلي انه الليلة عايزين نكون ناجحين نحاول نكون يعني بالانسين في حياتنا الزيادة عن اللزوم بتخلي العميل انت فيش نيوم هم تضحك معاي مالك الاسمايل الطبيعية بتحت الزول الطبيعي اللي قاعد بيستقبل في ناس يعني دايما تخلوا اوسط الامور يعني في حياتكم ما تخلوا الزعل يديب لكم زبحة كيف تصول المرحلة ده الوسطية بالتدريب يا جماعة بالتدريب دربوا نفسكم اقروا اقروا على قدر ما تقدروا ودربوا نفسكم على قدر ما تقدروا ادخلوا يوتيوب شوفوا الفيديو اذا عايزين تشوفوه عن الحاجة اللي انتو دارين تشتغلوها اول عن الحاجة اللي انتو عايزين تعملوها فتشوا ما تدوا نفسكم فرصة انو الحياة تغلبكم اغلبوها انتو اغلبوها اتعلموا اتدربوا انزلوا الوظيفة وانتو متأكدين انتو هتنجعوا فيها ما تخدوا الفشل في حياتكم جزء من حياتكم حتى لو انا حسا قاعد ليس انا ما لاقي لي وظيفة انتو في الاخر المفودة عمل شنو عندك تعمل اتدرب اشتري مواد اقراها ما عندك قروش معليش خاص تفتش الفري اونلاين وريفر تدريبات انزل قدم لوظائف حتى ما في مجالك تتعلم وظائف جديدة اللي هي شنو هالحاجة دي بتحتمد علينا نحن في شخصيتنا ولا ممكن نكتسب في الممارسة اللي هي شنو الوسطية 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 بالممارسة اقولك لي لانو مثلا نحس احنا عندنا عندنا جملة انا برد قاعد اقولها في الاتكاية المهني انو دي دي يعني دي دي حتكون بر حياتنا للجنريشنز الجديدة وعيالنا واولادنا وكده ما في حاجة اسمها طبع يالل بتطبع يا جماعة انا طبع عارفه في نفسي سيء امشي اقيف لناس اشاكلهم انا مثلا عندي طبع انا زول احمق وانزول ما بقدر اصبر وانزول شنو اول ما تعملت مشكلة برك بالشارع وبعدك تحدث اقول الله يا جماعة عشان ازول احمق ما بحاجة اسمها عشان احمق امشي ادري بنفسي بما ان هذي صفة سيئة فيني طوال يا جماعة من نفسي ادري رحي علينا ما تبقى فيني ما خلاص انا عرفت هنو صفة سيئة فيني وصفة طبع الناس كلها كارها وفيني انا ليه امشي بوقع حياتي عشان انا والله يغلب التطبع فيني لما في حاجة اسمها كده ما تعلموا اولادكم على كده عيالكم ده ما تربوهم على كده ربوهم على انه الطبع ده بتغير انا بتغير بل بنمارسة بتغير بانه انا اعود طفلي على انه يخلي الحاجة العادة سيئة ده حد يتغير بنفس القدر احنا جاتنا حرب وطلعنا من بلدنا فلازم نتغير لازم ان شاء الله بيزني تعال لما نرجع لا نرجع عليها بالdevelopment الحصل في حياتنا مش هنرجع علي ورا ما حنعمل كل اللي بنعمل فيه زمان لازم يكون عندنا تجديد في حياتنا لازم يكون عندنا وظاير جديدة علمناها حتى لو ما حنشتغل هناك حنعلم لي غيرنا ففهمت علي يعني ما في حاجة اسمها لا انا كده انا ما حتغير لا لازم تتغير حبيبي لازم تتغير يا بابا لازم كلنا نتغير ولازم نتغير بالحاجة الاحسن بالحاجة الكويسة انا زول ما صبور طيب انا عود نفسك علي انك تكون صبور كيف اقعد عود نفسك علي انك تكون صبور كيف ممكن انت تكون من الناس والحلم بالتحلم اكزاكلي ممكن تكون خلينا اقول لكم امسي ممكن انت تكون من الناس قل يا الله ممكن تكون حسة في الإجازة دي ولا في القاعدة اللي إحنا قاعدين نادي أساهر لساعتات صباحا لما تقي تاعة ونص أربعة إلا ربع أقوم أنوم ما صلي الصبح هل دك يعني ده أنا عدم صبر مني أنه أنا أستمت أن الربع ساعة دي ما عشان أن نبس خلاص يعني اكتفيت بالوقت اللي أنا دار اكتفت فيه ده وخلاص مش لأنه أنا مثلا يعني مذكرة وما دار أصليها لكن خلاص جاءت أقفل وأنوم عرفته الزل بعود نفسه على كده ما هو إحنا وبعدين على فكرة والله يعني يعني ما كنت من الناس كده لكن الحمد لله الحمد لله يعني بحمد ربنا عن الحاجة دي إنه نفسه ما كنت بقدر أقعد ساعات طويلة إنا مثلا أقعد أقر قرآن يعني ممكن أقرأ كده شوية في اليوم وخلاص لكن حسا خلاص أنت عندك وقت كافي ممكن تعمل فيه حاجات كثيرة في حياتك فبالصبر أنت بتقوم تقعد تقرأ تقعد تتعلم تقعد تشوف ما كل وقتين أكون قاضي في أونلاين فيسبوك واتساب جوجل لا أستفيد بأكبر قدر دي فترتكم ده وقتكم أنا ما عرفة أنت جنريشنز مختلفة أكيد أنتوا شباب أنتوا ناس لسا ممكن تكون في الجامعات أنتوا ناس تخرجتوا ما لقيتوا تلحب وأنكم تلق وظيفة أنتوا ناس أورادي كنتوا موظفين وشغالين وموظفين كبار وحسا حاليا في بلاد مختلفة وليسا ما قدمتوا الوظائف لازم يكون عندكم حاجة مميزة عشان أنه لما يجوا عينوا للسي في بتاعكم يلقوا لكم وظيفة مناسبة معاكم أول زولة بيجرى السي في ده أيوة أرجعوا للريزيوميز بتاعتكم للسي فيز حقتكم شوفوا ممكن تضيفوا له شنو بحياتكم الكسة مركير ده على فكرة عالم كبير ممكن تضيفوه ده كله بساعدكم ينتوا لقدام بخلي البني آدم حياته تتغير صبرك حيزيد حس إحنا صابرين قاعدين سنو أربعة شهور ده رحلين على خمسة شهور على ستة شهور على أمل إن إحنا هنرقى على الليلة ولا بكرة فده كله صبر العميل بنفس القدر صبرك له يعني الليلة جاك العميل حد بيكون مثلا بيجرجر الكلام وباله طويل يعني مثلا يعني بقول الليلة مثلا الحسة دي والأجيال القديمة أو أجيالنا والأجيال القبلنا يجيك عميل كبير في السن يقعد يقول لك والله يا ولدي أنا مثلا كذا 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 طوالي تحترم أول حاجة تحترم فاريالسين تحترم إنه هو جايك من مكان بعيد ولا جايك من ورأفر تعرف كيف أنت العميل ده حتتعمل معه هل إن وبعدين دي زي ما قلت لكم سرعة البديهة هل الامرأة الجات لدي أو الأنسة الجات لدي أو المدامة الجات لدي أنا لو قلت لها اتفضل يا أستاذة فلانا أو اتفضل يا سيدة فلانا أنهي فيما حتكون منازمة معا أكتر أنهي فيما حتخليها تحس بالراحة أكتر الحاجة الجانية داخل ده هل لو قلت لها حاجة ولا يا سيدة فلان يا تم مريحة معه لازم يكون عندك سرعة البديهة في التعامل إذا غلبتك لازم تواهي تعمل الحاجة الفريم اللي أنت مفوطي تعمل بهم مع العميل الفريم اللي خاتنه لك بعد ذاك حتى البيتة الصغيرة التي تجيك ما عندها خبرة ما عندها أي حاجة اتفضل يا آنسة قال لي نعمل لك الحاجة الفلانية لازم يكون عندك سرعة البديهة في شكل التعامل مع العميل البصادق بغض النظر عنه جاي غضبان جاي مبسود جاي زهجان جاي سترس انت تقوم تشيد منه الحاجات دي كلها انت تقوم تحاول تستقطب منه يعني مثلا واحد من الحاجات انه كان في عميل جاني عميل قبل كده كنت ليس يعني ما كنت مدير فرق كنت customer service supervisor فجاع عميل وهما ما بيسمع كويس يعني هو بيسمع لكن ما بيسمع كويس مش هما بيسمع هو بتكلم بصوت واتي جيد يعني الصوت اللي بتكون انت أصلا انت بتقول يعني بي زي كده بيهمس لكة فعارفين يعني سبحان الله انا بس قمت عشان ما اضايق وشديد وعشان ما يتوتر قمت بيجيت بيقول له بس معليش انا عندي التهاب في اضاني وما سامع كويس يعني اضاني في الالتهاب وانا شوية من المبارح ما سامع كويس انتو عارفين ان العميل بدأ يعلي في صوته براو جاتوا السيقة كده بتاعت القاعدة ازا تتعدلت وبيجاي يعليلي في صوته براو بيجاي يقول لي سامعاني سامعاني كويس عيدليك الكلام تاني بيقول له عيدليك الكلام معليش والله بس الليلة لانه انا حتى ما كان مفوضك المكتب لكن بس لازم قلت اجي عندي شغل عمله فمعليش عيدليك الكلام مرة ومرتين وثلاثة انا ما كان عندي واجه عضان ما يدلي الحاجة لكنه كان وما عارف يقول لي الحاجة كيف وبيهمس بهمس يعني هامسان يعني انت يا دوب بتشوف شفايفه بتتحرك لكن بعده بيقى اعلي صوته فانت لازم يكون عندك سرعة البديهة فانت كيف ده حبك لشغلك بقى ده حبك للعمل اللي انت بتقوم به لانك انت بتخدم في الآخرين فشكل تقديمك للخدمة دي بيخليك انك تدعلم الويترز مثلا يا جماعة موظف الويترز الويترز المطاعم الويترز لازم يكون عارف لازم يعرف لغة الأشوك والأسنان والصحرون اللي بتعمل معاها لازم يكون يعرف انه كيف بيقدم الحاجة بياتوا ايدو بياتوا طريقة بنحن كيف بيقعد كيف ده كله تعلم بتاع customer care ده كله تعلم بتاع ادارتك مع عملائك ده كله انه هل ده الكريدت اللي بيجيب لك العمل بتاعينك للمكان اللي انت فيه ودي حاجة مهمة شديدة لانه ده هما اللي بيقابلوا لك العمل اللي المؤسسة اللي انت فيها او مؤسستك ده هما اللي بيجيبوا الناس او بيطفيشوا فالصبر واحد من اهم اهم مهارات خدمة العملاء اه طيب الصبر ليس مهما فقط للعملاء الذين غالبوا ما يصنعون الدعم عندما يشعرون بالارباك او الاحباط بخصوص امر ما وانما هو مهم ايضا للشركة استتفوق الخدمة المميزة على الخدمة السريعة دائما اه مع ذلك يجب الا يستخدم مصرق الزريعة اللي تكسل او تساقل في خدمة العميل يعني ما تكسل في خدمتك او تقديمك لها بيسبب يعني ما تصبر على العميل طيب نمبر اثنين يا جماعة الاصغاء يا جماعة هحاول بيقدر ان كان امشي فيهم عشان شنو نحاول نخلصهم واذا عندكم اي اسئلة برضو وقفوني طيب برضو من مهارات خدمة العملاء او ادارة العملاء انك انت كيف تكون بتستمع اصغاءك جيد للعميل اللي قدامك والهي قبلك واحدة من الحاجات اللي قلتها انه انت الاي كونتاكت عيونك وتركيزك مع العميل يعني ما تكون بركز في شاشة بتاعة الكمبيوتر ما تكون بركز في حاجة تانية او سمعت لك شكلة هناك بين اثنين او موظف كستمر مع موظف وتقوم بتخلي العميلة بتكلم معك لا تركز في اصغاءك للعميل والفيدباك الحاجة اللي بتشيلها منه اذا انت زول تحفز وتحفز كويس خلاص خليك بركز بعيونك وما افضع تكتب اذا انت زول بتحيب تكتب نوتس عشان ترجع بها بعد داك لانه موضوع ما هيخلص في لحظته تقوم هو بتكلم معك ممكن عندها خبرة في كتابة المقرر بتاع الاجتماعات او في كتابة مقرر مع عميل ففي بيكون معينة او تبس معينة بيكتبوا مثلا كلمة واحدة الكلمة دي بعدين بتتذكربها الحوار الحصل بتقوم تتنزل وتكتبوا كله فاذا انت عندك الخبرة بتحت الحاجة دي بتكتب كلمة كلمة بس من العميل بيبقى نوتس في الكلمة اللي قال العميل اذا انت ما عندك الخبرة وبتحفظ تحفظ الكلام دايركلي اذا ما عندك اللي اتنين ممكن تسجن وتستأزم من العميل في التسجيل لازم الاستئزام من العميل لانه ممكن ما يقبل فقالك تعتبر القدرة على الاستماع الى العملة من الأمور الحاسمة في توفير خدمة مميزة وقد قمت من قبل باستخدام البيانات بيثبات ان الاستماع للتغذية راجع على الفيدباك والعملة هو من الضرويات لأي شركة تسعى للابتكار ايوة لازم نعرف الفيدباك حق العميل حقي يعني لازم يكون في حاجة ترجع علي من العميل توريني انا مستوى خدمتي مستوى خدمتي كمنتج مستوى خدمتي كخدمة عملة مستوى خدمة المكان اللي انا مثلا الناس ممكن تستخدم دائما ما عندكم مكان للصلاة عشان يجا يقعد معان عشر ساعات مثلا شكل الحاجة تعليقات لكن عموما ده يعني ما بتوجد كتير في مؤسسات خارج السودان او حاليا يعني لانه الديبولوف الحصل للناس في الحتة تحت الكستمر دي كير دي is above تخيلاتنا او توقعاتنا يعني حتى العميل دي ذاته يرجع للكستمر كير يعني يعني حتى في المؤسسات الخدمية وكده لانه بيقى كله كله وكله اونلاين وكله حتى البنوك يعني هسا مثلا شغاله اونلاين لكن مثلا العميل بيحتاج ليه في حاجات معينة ممكن نرجع ليه فيها لكن كله باي اميل بالأبليكيشن كده يعني ادارة الفروعة التانية مثلا نحس احنا في بورسدان عندي مع المدرائي المباشرين ما في حاجة لكن طبعا ادارة مع العملة ادارتك للعملة الزاتة بتكون ما فيه شكل انه بس وجها لوجه في الايميل في الطريقة تحت التلفون رفعتك للتلفون والتحدث مع العميل بتاعتك كيف ترحابك بيه وكلامك معه اللي حقيتك موجودة على فكرة العميل بحسب الموظف اذا كان مبتسم ولا لا على فكرة واحدة من اهم الحاجات انك انت بتدعم مع العميل بتاعتك تلفونيا بعرف اذا انت مبسوط ولا زهجان ولا زعلان ولا ردد عليه بيزهج لازم انت حتى بدور على التلفون تردع بتاعتك الاميل حقتك بتترسل للعميل بتاعتك لو ما فيها تحية طيبة بالعربي او يعني على حسب انت الحاجة ما قلت رسل للعميل بتاعت بي كلمات مناسبة جميلة معبرة بروح طيبة انا دايما قاعد اقول انه انت كلما تتعامل مع الملائك بروح طيبة من ذاتك دا دا انت كده في امان فالاصغاء واحدة من الحاجات المهمة شديد في مهارات خدمة العملة وادارة العلاقات مع العملة انه انت لازم اصغاء اكل يكون كامل يعني تكون بتسمعه بصورة صحيحة النوت حقتك طوالي سوى انت عميل كنت ماشي لو في مكتبه او عميل جايك في مكتبك انت تكون جاهز بقى اذا انت ماشي لو في مكتبه مفروض يكون عندك background عن المشي ذاته انا ماشي العميل دا ليه عشان هو طالب مننا او عشان احنا طالبين منه سوى كان سبلاير او انت ماشي لو ليه شغل عيني يا جماعة المعرفة والثقافة عن مؤسستك اللي انت شغال فيها وعن عملاء المؤسسة دي دي حاج مهما شديد يعني اذا انا ويتر في مطعم انا في نهاية وظيفتي ويتر اجيب الخدمات للعميل لكن لازم يكون عندك فكرة عن الاكل بتاع المطعم عن تفاصيل عن الشيف بتاع المطعم ده هو من وجنسيت وشنو وكزا عن انه انا بقدم الصباح شنو بقدم الدور شنو بقدم بالليل شنو عن انه الوجبات الخفيفة عندي شنو والوجبات التقيلة عندي شنو تدوق اشكال الاكلات في المطعم تعرف تفاصيل تكون عارف شكل العمل اللي بيجنان للمطعم ديل من هل هم بيزنسمين هل هم ناس اجتماعيين عادين اسر بتي على المطعم هل هم شباب جنوريشنز من الجامعة وكده جايين هل هم جونير هل انا عندي مكان مخصص للاطفال اخواننا الداة الداة يكون تكلم عنها قبل لازم يكون عندك data whatever انت ويتر ولا مدير المطعم تخلي اهميتك زي اهمية مدير المكان وما تقلل من وظيفتك انت اي وظيفة شغال فيها عندها قدرة وعندها ميزتها وعندها مكانتها receptionist انت وانت اه واجهة المكان انت الزول البيجي داخل من برة بيشوف هل الزول ده يعني مبتسم مهندم لبسوا ماشي على اليونيفورم المطلوب من المؤسسة او dress code نظيف مرتب اخواننا المؤسسة ده حتتنا ده مكاننا يسألك من اي سؤال انت عارف عارف الموظفين حافظ ال IP حاجة الموظفين اللي هي ال IP اللي هو مثلا التلفونات الداخلية بتحت المؤسسة يعني تضرب تسأل من انه فلان الفلان موجود عشان فلان ده يصل للمكان يعني انا بحاول اديكم الوظايف اللي هي بتبتدي باخدمة العملة لكن ادارة علاقة العملة كbusiness للمؤسسات كبيرة او كده عندها دوية وفي انه انت كيف تدعمل مع الحاجة دي تمام وكلها بتجي لحيطة الاسغاء من بتاع security لرئيس مجلس ادارة انك انت كيف تستمع يلا مهارات التواصل الواضحة طيب التواصل ده ما عنده زي ما قلنا حس عنده كم طريقة عنده التواصل وجها لوجه عنده التواصل بالتلفون عنده التواصل بالإيميل عنده التواصل في شكل اجتماعات عنده التواصل في شكل دعوات رسمية كعشاءات عمل كعثلات استقبال ده كله communications ده كلها kind of communications انت مفروض كموظف بتاع خدمة عملة تستفيد من اي لحظة بتاع التواصل في حياتك وتمشي اي دعوة بتاعت تعمل communications عالية مع ناس اخرين بالاخص يا جماعة وانا هقول لكم حس تاني وحتعرفه وحتستفيدوا بالي قدام في حياتكم اي مكان بتتعزموا فيه حس حاليا انتو في البلد اللي انت موجود فيها بتتعزم كدعوة عامة ولا كدعوة خاصة تمشي تمشي وتشيل ان شاء الله تطبع كروت براك حقتك اذا انت ما موظف او ما شغال حس عاليا ما ضرور يتطبع كروت تمشي وتقابل الناس وتتعرف على الاخرين وتاخد تلفونات وياخدوا تلفونك خليكم يكيش حقتك واسعة خليها واسعة دي الحاجة الحتعلمنا وحترجعنا بلدنا نحن والله العظيم بصورة اكبر وبيعفاق اوسع حنشوف ان العالم الاخر الناس دي بتعمل شنو بتشتغل كيف وعامل شنو ايوة 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 لانه يعني the most important حاجة في حياتك انك انت تعمل كمميكيشن كويسة شديد والكمميكيشن بتجي كويسة شديد لما يكون عندك ايوة عالية الاسكيلز العالية دي انه انت تتعلم وتتدرب في الحتة بتاعت خدمات العملة في الحتة بتاعت الاتكاية المهني يا جماعة الاتكاية المهني تحضر من حاجاتهم مهمة شديد وان شاء الله لو عندي وقت اقدر اجليكم محاضرة فيه طيب التواصل احرص على منقشة المشكلة المطروحة بسرعة في العامل لا يهتم بسماع قصة حياتك او كيف كان يومك والاهم من ذلك يجب ان تكون حذرا حولك كيفية ترجمة بعض عادات التواصل الخاصة بك للعملة ومن الافضل ان تتصرف بأوضح طريقة عندما تجد نفسك في موقف مبهم طيب يعني ده برضو استاذ بخيت هدخلوا من الكلام اللي انت قلت اجبال اذا هو موجود عاليا يعني انت قلت العلاقة مع العميل وبعدك بتبقى سريع وبعدك الناس بتطلع مع بعض وتكون فيها دخول الناس لبعض وكده 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 العميل ده في وقت العمل لما تكون طالب حاجة معينة ما بيكون مهتم كثير ليس مع تفاصيل قصتك لكن بيكون بيسمع عشان يعني يديك الإحاء والإحساس بينهو دائري صاحبك عشان تنتهي لهم الخدمة حقته وده ما صح طبعا ده ما صح في الآخر العميل خلونا نكون واقعين يا جماعة العميل انا قاعد اقول لهم العميل وكل مكذابين احنا زادنا عملة لانو الليل انا العميل البيجين في البنك كعميل انا بكرا ومشي له وفي مؤسسته كعميل وكل انا بنخدم بعض يعني كل انا نكون عندنا خدمات لكن مثلا من الحاجات الممكن تكون يعني سوري لللفز ان انا اقول كذاب لكن ما قصدي كذاب كذاب بالحرف يعني بل معنى الحرف لكن بمعنى تكون يعني دائرة تخلص من الاجراء يعني من الحاجات الممكن تكون ما كسر تلك لكن مضحكة يعني طوالي قمتي تلفت على الموظفة القاعدة يا سلام لو الطرحة بتاعتك جميلة او يا سلام الاكسسواري انت طوالي الواحد بحس بالابتسامة بتاعتك شكرا لك او يعني ما فزو ما بحب السناء ما فزو انا اصطافي في السودان قال لي ترامب الخير كانوا كلما اجد داخل المكتب الصباح او يا مديرة شنو القشرة دي الليلة قلت لو بقيتوا تعرف لي يعني بقيتوا دائما داريت سمعوني كويس عشان الليلة اكيد عندكم خطة ولا اكيد عندكم حاجة دارين انت عملوها فاشنو الاطراء والسناء والكلمات اللطيفة بتخلي زول مبسوط حتى لو كان زهجان حتى لو كان زعلان حتى لو كان مبسوط بتخليه مبسوط لكن بتخليه يعني بعكس الكلمات التقيلة يعني عليك الله يحميش لنا الشغل ده عليك اللي خلصينا لا خليك مرن المرونة حلوة في التعامل فالمهارات التواصل الواضحة المرونة المراعة لازم تراعي للاخرين يعني إذا زول جاك استرس ولا زهجان ولا عنده وفاة لقدر الله ولا كده لازم تراعي للحاجة لدي عنده لازم تحاول تقدم له الخدمة وتستعجل لك في إجراءاته عشان مثلا الوضع النفس اللي هو فيه على فكرة في الناس ممكن يعني بكسرت موظف خدمة العملة الرائع ممكن يكون جاينه بزع عشان يرتاحه ممكن فدايما التواصل المرين مع العميل بخلي الحياة سهلة معه ويجب لك على فكرة كمية من العملة في الحاجة دي فدايما خلوا يعني مهارة التواصل عندكم سلسة ومرينة وفيها مراعاة وفيها صدق وفيها ثقة يعني كلما أنت تكون صادق كلما تكون الحياة أسأل بنسبة لك وللآخرين كلما تكون في ثقة في تعاملك وفي أنك يعني معرفتك للمنتج ملين بتفاصيل خدمة العمل لحقتك ملين بإجراءات المؤسسة التي أنت شغال فيها ملين بسياسات عارف أنت تفاصيل كلها بيكون عندك ثقة كده بيكون عندك ثقة وثقلك في العمل بعدين مما يجي الدخل المدير على يعني بتكون الناس بتكون عارف أن الموظف القاعد ده ده وظيفته ده مكانته ما تقللوا من نفسكم يا جماعة وأحفظوا تماما أنتم مفهود تكونوا كيف المؤسسة التي بيكون فيها dress code أمشي على dress code الكاتب والمؤسسة المؤسسة التي بيكون فيها uniform أمشي على uniform الموجود والبيكون نظيف نظيف ومرتب ومهندم المؤسسة ما فيها كده ولا كده خليك بشكل المطلوبة يعني أدخل عديل أقرأ من مؤسسات كده دي شكل اللبس مفهود يكون فيها كيف والجماعة حي مهم بيك إحنا كالسوداعين دائما عندها مشكلة بتعطي إنه هيا عليك الله لأ لم يقيم وني باللبس ما في حق يسمى لي يقيموني باللبس السبشر حس أنت في دول الخليج في دول مصر وفي وين وين اهتموا ما أنا ما بقول إنه برانس ما بقول إنه الناس تلبس لا أنا بتكلم على اهتمام عموما بالشكل العام كيف تكون عارف حاجاتك على فكرة دي دي مهارة بتاع التواصل كبيرة جدا إنه شخص لما يرتاح لشكل لبسك وبعدين لكل المقام المقال يعني إنه أنا الليلة لبس الحاجة في الحتة الفلانية مع الناس الفلانين دي حاجة مناسبة معهم أنا الليلة شكلي في الحتة الفلانية مع كده يعني لازم تكون عندك السنس بتاع المراعة الآخرين وفي نفس الوقت الحاجة المطلوبة إن شاء الله كنت قدرت أوصل يعني المعلومة بالطريقة الصحية جماعة حتى في الانتربيو كل واحد فيكم يا جماعة أنا يعني نصيحة أخذوها قبل ما تمشي الانتربيو لازم تدخل على تشوف أول حاجة المؤسسة إنت القدم تلال وظيفة دي ونهدوك للانتربيو تدخل تقرأ عن المؤسسة ذاتها وعن انشئات بيتين وبدت بيتين وهي شغالة في شنو لبلبلو وكده بعدك تدخل في الحتة بتاعت الانتربيو تشوف إنت مفهود يكون شكلك نمشي مهندمين نمشي واسقين من الوظيفة إحنا قدمونا لها حتى ولو انت عامل ماجستير في لبلبلبلبلبلبلبل وانس انك انت قدمت لوظيفة أمشي على الوظيفة وشوف تفاصيلة يعني ما أكاديمة كالبس أو انت زول شاطر ورهيب معلقة حيخذوب من أول لحظة وام تمام يا مع مشين كويس طيب همشي في معرفة المنتج سريع زي ما قلنا بالك من أول محاضرة بقول من أهم الحاجات في إدارتك لعلاقات العملة إنك تكون عارف المنتج اللي انت بتبيعه أو المنتج اللي انت بتعرضه أو المنتج اللي انت كمخدم يعني كمخدم يعني كمخدم في الوظيفة دي بتشتغل في شنو لازم يكون عندك دراية كاملة وكافية يعني مرة كنت بدرب في شركة يعني بتاعت جنريترات وآليات سقيلة وكده فالموظفين بتعين خدمة العملة يقول لي لك إحنا ما درسنا هذا إحنا ما عارفين تفاصل ما لازم ما لازم يكون قرية الحاجة عشان أقوم أعرف يكون عندي علم أو معرفة بيها عندي مهندسين في الشركة عندي المكانيكية برضو معايا التانية شغالين عندي بمشي بقعد معهم بتونس الحاجة دي جماعة كيف شكل عامل كده بدخل جوجل مرات أعرف لي على كذا عشان العملة بيجيك يكون عنده السقة بتاع يا سلام الشركة دي والله عيال مسقفين أو ناس عارفين يعني تفاصيل منتجه حتى مثلا نحس نحن في البنوك أنا البنوك دي عندها إدارة وناس الكسطمر كير علوم إنه يعرضوا المنتجات دي لازم يكون عنده فكرة على المنتج لازم يحفظ إنه الحاجة دي حتي كيف همبيع الحاجة دي الحاجة عشان تقدمها بالطريقة الصح لأنه دي حيطفش ليلة العميل يا خليه مكان تعني وميديا تلي زي ما قلت معرفة المنتج ومعرفة العميل في نفس اللحظة وكتابة تفاصيله عشان أنا داتا حاجتي تكبر توسع فدي واحدة من حاجاتهم مهمة شديد لأن الموظف لازم يكون عارف منتجه عشان يقدر يدير العملة حاجينه ويقدر يعمل لهم كترقايز يعني كل عميل في القطاع بتاعه في السكتر بتاعه يعني العملة مثلا الليلة عندي عملة زراعين زراعين ده في مهندس زراعي في مزارعين في كذا سكتر تمام أنا بقوم بنظم الداتا حاجتي ده 1-2-3 في منتج ممكن يكون مناسب للمزارعين في منتج يكون مناسب لمهندسين الزراعة في الآليات مثلا أو غيره في منتج ممكن يكون للناس بتحصد للحصاد لفدرة الحصاد في الله كل منتج يكون عنده يعني تفاصيله سياسته أولوياته وكذا فالناس لازم تفصل حاجات يعني معا تكون وبعدين على فكرة حتى لو ما مطلوب منك العمل خليه معاك كداتا أحفظ معاك إنت حتستفيد منها في يوم من ما بالأخص إذا إنت ماشي في نفس اللاين بتاع مجالك يعني إنت قمت دار تشتغل في نفس مجالك والكارير حقه تتدرج له يعني مثلا بدأت من موظف خدمة عملة من الريسابشنست لموظف خدمة عملة بعدك ماشيت في الإدارات المختلفة إدارة التمويل بعدك رجعت للفروع ثاني نايم مدير فرع لحد ما بقيت مدير فرع خلاص أنا قررت كده إنه أنا عايز أمش في الكارير بدأ على البانك وعايز أكون بانكر ف يلا إنت بتقوم بتطور نفسك على حسب الحاج أنت عايز ويستفيد من أي حاجة بتلقاها عشان إنت تدير باع علاقتك مع لأن أنا كده حياتي كلها عملة يعني مهما مشد إدارات تانية أو مهما تدركت في وظيفتي إلا اختيب العملة والتقييم بتاعي آخر السنة وال باعتمد على العملة ويستفيد كنت أنا فياته إدارة أو فياته نصب باعتمد على العملة فدي الحيطة اللي بتخليك إنك دائما ما عرفت المنتج بني زيك تكون مهم مشديد طيب مهارة إدارة الوقت بالرغم من إدارة الوقت اللي بقى طبعا برضو من الحاجات بتكون يعني مهم مشديد في إدارتك مع علاقتك بالعملة زي مقبليك الحيطة قالوا فيها إنه العميل ما داير يسمع قصة حياتك العميل داير أدو الخدمة بتحتك فلما هو بس يكون بيقول لك أي والله خسارة بيديك الإحاء بتهو داير اسمعك عشان يوطط العلاقة معك عشان تخلص له الإجراء بتاعه فما تخش مع قصه ما تخش يا جماعة ما تخش مع العملة في تفاصيل حياتكم وما تخش مع العملة في الحتة بتحت أنا أكتر زور كنت مثلا زمانك يعني حكاية كده وبحيب أتوى الناس مع العملة يعني بحيب أنه يعني العميل أول ما شوية العلاقة تتوضت بناتنا بكون عارف تاريخ حياتي بعدين ممكن عشان اسمي شوية يعني مرتبط بأسرته السياسية أو جدي أو كده بقول طوال أنت بيت ناس فلان لا يا أخي بالله والله يعني كده يعني طوال من نخش في القصص طوال بعدك أبوكي وين أبوكي حس في هذه حتة نخش في القصص ونبقى العلاقة بعد كده وطيدة كنت كده لكن بعدك تعرف الحاجة دي أنها لازم تتغير كل ما أنت تدرج في وظيفتك وتطلع للوظيفة أعلى الحكاية دي لازم تبقى فيها limit عشان شكل علاقتك بعملائك ما تقسر ما يمشي العميل يتحاك بيك برا الفكرة العمل يتلاقوا برا كده في السوق وبيقعدوا بتونسوا مع بعض فعشان أنت ما تحصل لك الحاجة دي تجعل العلاقة عميل وموظف فمهارات إدارة الوقت في أنك تدير وقتك مع العميل ده يعني إذا الإجراء حقه بيأخد خمس دقائق تتحاول تخلص دقائق إذا الإجراء بيأخد منك وقت وهمش لإدارة تانية بتستأذن منه عشان الشخص يتبعدي ويجي بتخلي مثلا ممكن انتظر أو يمشي ويجي تاني يوم وطبعا يا جماعة إدارة الوقت معناته إنك أحسن حاجة تخلص للعميل أحسن حاجة تخلص للعميل عفوا إجراءه في نفس لحظته إذا ما بيحتاج لموافقات أو لحاجة من الإدارة العلية يعني يخلص مدخل يعني مدخل الشغل لتاني يوم تردم عندك في المكتب أو كده لا خلص حاجاتك كلها في نفس اليوم إذا بيخلص في نفس اللحظة يستحسن إن يخلص طوالي إذا حيحتاج ده وقت دير وقت كيف إذا جاءك عميل مستعج إنه عنده حاجة وإنت عندك شغل مع المدير بتاعك بتستأزم من مديرك لأنه المدير ممكن ميديك أنا تسلمني الشغل ده الساعة وحدة والعميل جاءك مثلا إطناء واحدة يلا ربع فالأهمية هتتخذ للعميل لكن الاستئزان هيتجي على السوبرفايزر حقك هتستأزم بإنه أنت هتتأخذ من الوقت اللي هتتسلم فيه أكتر عشان إنه وفوت عمل حاجة للعميل الحسف لحظتها فإدارة الوقت بتحتمل عليك وعلى تنظيمك لعملك على النوتس اللي بتكتبها على إنه أنا جفلت وكهوم يوتري للليلة بكرة عندي واحد اثنين ثلاثة من الصباح جوني عملة في الفترة دي معا الواحد واثنين دي حاجاتك عشان أنت تقدم شغلك بالطريقة الصحيحة يعني فهمت علي برغم من أحاديث الكثير المدعومة بالبحث حول الأسباب التي توجب عليك كفرد من فريغ الدعم قضاء الكثير من الوقت مع العميل إلا إنه هناك حدودا ويجب عليك أن تهتم بخدمة العميل ومساعدته للوصول إلى إجابة المطلوبة بطريقة عالة الفكرة هنا هي أن تقوم باختصار الوقت عندما تدرك إنه ببساطة لا يمكنك مساعدة العميل فإذا كنت لا تعرف الحل ومشكلته سيكون أفضل شيء تقوم به هو توجيه لموظف آخر يعني ما تخليك ويعجم معك وهي المشكلة ما حد تتحلى من عندك تمام تدريب الموظفين يكون الموظفين جيدين متمتعين بما تطلبه الوظيفة من خلال شرائه لمنتج الماء أيوة ما ينتل ما تكون عندك يعني معرفة كاملة بين منتجك معالات إدارة الوقت حقتك حتكون يعني بتكون عارف إنه المنتج ده مثلا هشرح للعميل في أقل من 10 دقائق هكون أديته المميزات حقته ووريته إنه هيستفيد منه في شنو تمام طيب القدرة على قراءة العمل ديقلناك بيلي قلنا على إنه كيف الوحيد يكون عنده سرعة البديئة في قراءة العميل إنه كيف يكون إنه يعني حالة العميل النفسية إيش نحسه هل هو عنده نفسيا تعبان هل هو زول مبسوط هل هو عريس جاي فرحان وطير وداي كل الناس تكون سعيدة ومبسوطة معاه هل هو زول حازين عنده وفا في البيت أو عنده يعني مشاكل حاصله في حياته هل هو يعني تقدر تحاول تعرف العميل قدامكم وقراءة العميل بتاقي بالتركيز مع العميل بالآي كونتاك حقتكم مع الكلين حقكم يا جماعة لازم تكونوا مركزين مع عميل كونتاك أول بيجي لكم في الكاونتر حقكم تمام ماشيين كويس ها فط الثقافة السقافة هي إنه إنت كيف تكون مثقف في طريقة كلامك مثقف في تدير النقاش وأيوة في حاجة مهمة شديدة لما نبقى عندك مثلا بتاعة يعني عملة كبيرة ومعروفة وإنت عارف المؤسسة حقتك بتشتغل في شنو عارف شكل العملة بتاعينك وكذا كان في قصة ظريفة حكا لي واحد في الدورات الفاتت قال إنه هو مدير شركة فقال إنه دايما عنده شكل العملة بتاعينه يعني ناس معينة فواحد من هو كان في عميل كده بأي صورة دايما يصلي يعني دايما بأي صورة دايما 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 عشان يقدر يصلي عشان يقدر يشتغل معاول لأنه يعني نفسين في السوق شاعدين العميل ده كده يعني فقام يعني المدير ده قام فكر فكر صفحات العميل ده الحاجات بالنسبة له فليقى إنه هو بحب القراءة وفي القراءة بحب قراءة عن الحصين العربية يعني بحب يقرأ عن الحصين العربية وبمشي في حدر سباقات كتيرة يعني بمشي يقرأ السباقة في حدر فلانية وكذا 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 فقام عمل شنو يعني فتش العميل ده لحد ما عارف هو بيقعد فيه مقهى مثلا بيكون قاعد فيه دايما بيقرأ في كتب معين وكذا مشي حاجز في المقهى وقاعد في الطربيزة جم حاجة العميل ده وخدت كتاب فيه صورة حصان من برية وكتاب عربي يعني وقام ده العميل ده جا قاعد وده جا قاعد في الطربيزة جمه طوال يطلب جهوته ومسك الكتاب وقال لا يفقى شيئا عن الحصين ولا عنده فكرة ولا يعرف أي حاجة يعني بسحف اصد كلمة كلمة تنجل والكتاب كده عن الحصين العربية وانه مثلا عظم حصان والحصان كان اول في سباقات مشهورة وكده وكده وخلاص مسك الكتاب وفتحه قابل العميل التاني هل تصدق انه العميل جاء بتاربسته وبيجي يسأل فيه ويقول له يعني الكتاب انت لقيته وانا كنت بفتش له من زمن وكده قام قال لي والله لقيته هنا وانا يعني انا ما زول انترس شديد لكن بس لانه داي يرجر عن الحصين الجيدة وكده وكده فلقيته فاشتريته فقام قاعد معسسته ودار ينجح شريكته ومجتهد فيه انه كيف يعرف العمل ويستقطبهم الاستقطاب ده على فكرة حاجة ما سهلة يعني انت بتستقطب العمل بتجيب عندك شريكتك ادارتهم يلا فمن ضمنها ادارتهم دي فيها استقطاب لانه ادارة العمل اللي عندك بيستقطب لها بعمل آخرين من نفس المجال حقك او من مجال آخر فزول ده ساعة 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 الحدي ما عرف تفاصيل الراجل ده والهوايات حقك شنو فانت مفوض تكونوا بنفس القدر وبنفس المدى ما بيضيق الآخرين يعني ما بيضايق العمل يعني تمشي وتسكهم وتفتشهم نو انك تبحث وتسيرج عرون دم عشان تقدر تعرف العلوم عنهم عشان فهمتوا علي يا جماعة فدي واحدة من الحاجات يعني وبعدين ثقافتك انت ذاتك زي ما قلنا لمؤسستك للمدرق يعني المر على المؤسسة دي سوى ازا كانت هي مؤسسة يعني حكومية او مؤسسة عامة لكن مؤسسة خاصة لكن فيها عدد من يعني رؤسة من الاستيدار وفيها مدرق وكده وكده بتحاول تعرف معلومات كبيرة عن شريكتك بتأسزت كيف ودعملت بيتين وكده وكده سوى كان بيزنس فاميلي فاميلي بيزنس او عمل خاص او كده دي كل حاجات يا معين تفتكروا انها هي ما مهمة لكن هي نمبر وون في شغلك لازم يعني الثقافة سقق لنفسكم حس كل واحد فينا جاعد في بلد اجرى عن البلد انت جاعد فيها اجرى عن اعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وطريقتهم والحاجات التي يحبوها اجروا شوفوا انت كيف ممكن تسأل انك تنافس مع الناس دي وتشتغل مع الناس دي الخليج ده فيه ناشناليتز مختلفة فيه هنود فيه باكستان فيه ناشناليتز لا حصر لها ناشناليتز شطار ناش عندهم سمارت ناش ناش زكية ناس سريعة معينهم ممكن تكون فيهم صفات تانية ما حل وما جميلة احنا عندنا الصفات المشهورين بيها الامانة السقة الصدق كذا 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 انت مع حاجاتك دي ضبط نفسك على انك تكون always عندك ادارة لعلاقاتك مع العمل بصورة professional مهنية اكتر فدي الحاجة ان شاء الله بيذني تعالى حتنجحكم كلكم وهي دي البداية صراحة بداية لأي جوب بداية لأي بداية لأي وظيفة جديدة او بداية لتطور في عملك ذاته حتى اذا انت بيزنسمان او حتى اذا عندك عملك الخاص لازم الناس تحتك الموظفين اللي معاك لازم يكون عندهم network waste لازم يكون عندهم ادارات علاقة مع العمل بصورة صحيحة لازم يتدربوا بالطريقة بتستحق للشركة بتاعتك عايزة تصليه وين المهارات العشرة انا ديل ممكن اقولهم لكم سريع عشان الوقت يا جماعة وعشان لو عندكم اي اسئلة ممكن نخليها يعني نقول لاخرى المهارات العشرة لخدمة العملة تحديد احتياجات او لازم تكون محدد احتياجات العملة هاجينك شنو وكل سنة بتختلف الاحتياجات لانا كنت كل ما تطور في خدمتك وكل ما تطور في عملك بتكون محتاجة انك تعمل product جديدة عشان تجذبها عملة جداد فدي تكون محتاجة منك تكون تعريب احتياجات تسوق الحوالينك يعني تقرأ وعلى فكرة ممكن تدي اراءك للمؤسسة بتاعتك او لمديرك ذاته ممكن تشوف انه مثلا العملة انا شاركهم في الفترة دي محتاجين للحاجة فلانية فدايما شارك المؤسسة بتاعتك يعني في اراءك وكده تحديد اين تريد ان تكون المؤسسة مستقبلا ده بيعتمد على اذا كان مدير المؤسسة او صاحب المؤسسة او الموظفين الموظفين في المؤسسة عايزين ان تصلوا للمؤسسة حاجاتكم دي لي وين اذا مثلا حسا ما شاء الله يعني السودانين فتحوا شركات مختلفة في بلاد مختلفة انت عايز تصل بشريكتك دي لي وين طموحك شريكتك دي تصل وين لازم تبتدي البداية الصح لازم تنظم اجراءاتك وسياساتك وقوانين البلد لازم تجيب موظفين على يعني على درية عالية من الخدمة العملة درية عالية من الاتكاية الوظيفة المهنية عندهم فكرة في التعامل مع الاخرين عندهم معرفة لادارة علاقتهم بالعملة حقين المؤسسة او بالعملة الجداد كله بيعتمد على انك انت عايز توصل المؤسسة مستقبلا الى وين تحديد ومعالقة نواحي القصور للموظفين ده بالتدريب زي ما قلتك بالك في موظف ممكن يكون خجول ممكن يكون ما عنده القدرة في الوقت الحالي انه يتعامل لاسباب كثيرة يا جماعة حتى احنا لو قلنا نفسيا الحارب دي ما ما حاجة سهلة الحارب ما حاجة بسيطة في ناس نفسيا اتهزوا فحصلت لهم يعني احداث كثيرة في حياتهم يعني حصلت حاجات كثيرة كلنا حصلت لينا مشاكل كثيرة في ناس بتقدر تأقلم مع الوضع ده وتعالج نفسها وتلحق نفسها سريع وفي ناس لا فانت في مؤسسك دي لما تجي تشغل ناس عشان عشان مساء انت مدير المؤسسة يعني بكل المعاني ما صحيحة يعني اذا انت داير تعين اولادها لك او بناتها لك في المؤسسة اللي انت عملتها اسستها خارج السودان عشان تساعدهم عشان انت بتسخ فيهم عشان دي الأهلك وكده لازم تدربهم لانو انت الموضوع ما اهلي واهلك وصحبي وصحبك الموضوع انك تدير تمشي بين مؤسستك تطورها لك دام فانت اذا عايز الناس الفئة دي لازم تدربها لازم توريها لازم تعرف الباكراوند حقهم هما هل هما قبل كده طالعوا من السودان ولا كانوا بس موجودين في السودان هل تسافروا لدول اخرى ولا هل عندهم خلفية عن عن المؤسسة دي وتفاصيلها وحنشتغل كيف مثلا المؤسسة بتشتغل في الصادر في السعودية مثلا انا مشيت شاركت ايه سعودي وحشتغل في الصادر اللحمة من السودان هل انت الموظفين السوداني بتاعك هل عنده فكرة عن شغل الصادر في السودان هل عنده فكرة عن خوانين البنك المركزي هل عنده هل اشتغل مع ابنك في السودان هل عنده خوانين عن السعودية والصادر بيحصل فيه شنو والمواشر دي مفوضة يحصل لها شنو تضعيمة شنو والورقة اللي بيأخذ من الجهات الحكومية تفاصيل يا جماعة تفاصيل لأنها دي كلها داتة حقا المؤسسة دي اللي بترفع لغتك بعملاءك دي اللي بتخلي العملاء يسق فيك في طريقة شغلك وفي طريقة عملك فدربوا الناس علموا الناس خلوهم يكونوا اوير بكل تفصيلة عفوا طيب أخذ اجتماعات دورية مع الموظفين والعملة الاجتماعات الدورية دي بتخلي فيه connections مع العملاء يعني بتعملك بتدير علاقتك بعميلك لما تعمل اجتماعات دورية دي معنا مثلا المدير المؤسس بيعمل reception حفلة استقبال عنده لين جديد في المؤسسة مثلا هو كان بيصدر مواشي بعد شوية قام قبل قلب على المحاصيل فبقوم بيعمل بيلمع العملاء بتاعنا المحاصيل بيعمل reception او حفلة استقبال عشان يوري الشركة انها بدأت تشتغل في line جديد او مصنع مثلا كان بينتج عصاير قام قرر بيعمل موية فيقوم مثلا فيمتوا عليه يعني لازم يكون في علاقة connections مع العملاء دايما ويكونوا عارفين الجديد في الشركة فدي دايما بتكون management بتاعت المؤسسة هي اللي بتعمل الحاجة دي الاجتماعات الدورية مع الموظفين دي حاجة يعني من اهم اهم اولويات المؤسسة انه كله ادارة بتعمل اجتماعاته مع مديرة والادارات كلها مع المديرة العام لازم يكون فيه الناس لما تشتغل بطريقة التيم ويرك بتنجح المؤسسة اللي هي فيها والتيم ويرك دير برضو بيخلي الموظفين دايما في حالة تدريب دايما في حالة انهم مشاركين بعد بالصورة الصحيحة ما صح بيو صاحبك وانا بحيب دو وانا باكره دا خلوكم دايما في شكل الشغل مع الاصطافة اللي معاكم ومع العملاء بتاعينكم اقترار التدريب كعنس وعامل الجميع مراجعة العمليات والاجراءات بشكل دوري وضع مقاييس العمل تقدير ومكافأة المتميزين حل مشكلات الموظفين الاستماع لملاحظة الموظفين والعملاء يعني دي كلها مهارات بتساعدك في انه تخدم عملاءك بالطريقة الصحيحة وتدير علاقتك بهم بالصورة الصحة تمام يا جماعة؟ معليش دكتورة يمكن نزيد شوي على الوقت اذا انتم مسكتوا يا جماعة ايمن؟ ما فضل لنا كتير لكن بس ممكن نزيد شوي اوكي تمام نحن من المحاضرة يعني ثلاث ساعة ممكن تصالي اوكي تمام شكرا طيب تاني في الصفات السلوكية العشر المقدمة الخدمة دي واحدة من الحاجات شكرا الحمد لله شكرا لك شكرا لك يا عاصم طيب الصفات السلوكية العشر المقدمة الخدمة دي السلوكية طبعا يا جماعة خلونا دايما نقول انه احنا طلعنا من السودان لكن طلعنا من البيئة اللي احنا جايين منها ومن تربية اهلنا ومن الطريقة العلمون اليها والسلوك ده بيوري بيتك اللي انت جاي منها شكرا بيتك اللي انت جاي منها يعني سلوكك ده بيوري انه انت امك وابوك منه انا دايما قاعد اقول لهم كده يعني حتى موظفيني في المكتب كنت دايما بقول لهم يا جماعة لما انت تتعامل مع العملاء سلوكك بيوري انه انت امك وابوك منه اذا انت فخور بامك وابوك هتطلع احسن مما فيك دايما هيكون احسن مما عندك هتقدمه اذا انت ما فخور بالحاجة دي فهتدي اسوأ مما فيك فعشان كده الناس دايما تراعي لانه انا سلوكيا لما اقدم الخدمة دي انا فخور بامي وابوي الربوني فالمبادر يمصاب حتى اخرين بطريقة ودية اللي هو السمايلين والسلام بالصورة الصحيحة المطلوبة يعني والكلمات الجميلة يصهر الهدو والبشاشة واللباقة طبعا ايو من ضمن حاجات المهارات برضو بتاعت خدمة العملاء اللباقة في الكلام في الحديث واللباقة بتجي من القراءة الكتيرة يا جماعة يعني زل لما يقرى كتير ويكون لبخ في كلامه يعني ما دبش يعني ما يرمي كلمان هو ما عارف معناها واللباقة ما معناتها انك انت في مجتمع عربي تقوم ترمي لك كلام بالانجليزي لا لازم يكون عندك قراءة الاخرين وتكون تعرف انه انت الناس دي انا مفروض اتكلم معها بياتوا بياتوا لغة لغة واحدة يعني انا مثلا عارفة انه انا قاعدة مع الناس مفروض اتكلم معهم بلغتهم اللي بتكلموا بيها صح بتجي على الواحد بكلمة كلمتين انجليش في المسكدة لكن ممكن يقول وترديمه طوالي فخليك لبخ في التكلمات مع الاخرين وخليه يكون محصور في حتة العمل اذا انت ما داير تطلع يعني تطلع من الحتة من البوكس بتاع الشغل يسهر قدرا كبيرا من الحماس دي برضو واحدة من الحاجات يعني لما تجي تقدم خدمة وانت قاعد في اي مكتب من المكاتب بيكون عندك عينه الحماس واللباقة والابتسامة والسلام ببشاشة بيجي لانك انت بتحب شغلك وما بتحب شغلك بتحب الوظيفة اللي انت فيها حتقدم يعني بلا حدود بلا حدود حتقدم الحاجة المردية للاخرين انت قاعد في الوظيفة دي غصبا عنكم مجبور شديد كده من جواك وانا بقول لكم وقلت عليكم انه ما في زولي حيث بانه هو نزل وظيفة اقل من يعني من امكانياته واقل من الشهادات اللي هو عنده واقل من من وضعه الاجتماعي انه هي ايب او انه دي حاجة عشان انا حسا محتاج للمادة والله يا جماعة عديوا في يوم من الايام هتكونوا حتحتاجوا للوظيفة دي في حاجة اللي حياتكم في جدام وما عايز اكتر عليكم الامثلة لكن هحكي لكم مثال بعد ما اخلص معاكم الصفات السلوكية العشر دي عشان تعرفوا انه مرات انت بتعرف الحاجة وبتشتغلها هتستفيدها بتاني في حياتك يهتم بلغة الجزء يتجنب المناقشات الطويلة وده عشان ادارة الوقت يعني انت بتدير ادارة الوقت مع عملائك في انه المناقشات الطويلة طبعا مقصود بها حاجتاني جماعة في الاجتماعات دايما بتحصل يعني تبعد من السياسة والكورة دايما تحصل العميل النقاش في الاجندة المكتوبة للااجتماع لكن ما تطلع تدخل لي في النقاشات طويلة بتاع انت حزبك شنو ولا انت اتجاهك سياسي شنو ولا انت بتحب يتفريغ ولا بتكره يتفريغ دي الحاجات اللي بتجيب المشاكل وبتجيب المناقشات الطويلة وبتطلع الناس من المواضيع فالناس تقوم ترجع للموضوع ذاته بحيث انه تتكلم في اجندة الاجتماع دايما تخليك مركز في انك انت تكون حريف انه العميل ده يرجع لاجندة الاجتماع تمام يهتم بلغة الجسد اثناء تعامله مع العملة ايوه يا جماعة احنا ما تكلمنا عن لغة الجسد دي من جباد لغة الجسد دي طبعا واحدة من الحاجات المشيديد شديد 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 داتك تعلقات العملة اول حاجة زي ما اقول لك بالك انه انت دايما بتحافظ على السمايلي حاجتك whatever كان وضعت انت النفس شنو وانه بتخلي الحاجات في الباب بتصلي على النبي كده بتجدك قعد في كرسيك انا وبسود انا جاير رزقي انا داير اشتغل الاسمايلي حاجتك ما بتفارجك بتكون حلو كده وظريف ولطيف مهندة مهندامك يعني ما تستعجل وتطلع جميسك مكرفز طرحتك ما مزبوطة لا ضبطوا نفسكم تقليكم مرتبين جاهزوا حاجاتكم ما تخلوا في سقرة في سقرة زول ايجي يقول عليك كلمة انت قاعد في دي مهند حاجات المهمة شديد 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 الل lil που يرضى عليكم لغة الجسد لغة الجسد يعني مثلا ما يكون عامل قاعد معاك تقوم تعاين للساعة ما يكون عامل قاعد معاك تقوم بت بتقلم في اعضافرك ما يكون عامل قاعد معاك بتكون بتحك انا كان عندي الحركة لي انا بكون العامل قاعد معاي ويكون بعمل كده وعنا بعمل كده عشان لسيك تمنكل عشان بكون بافكر في كلامه يعني هو ما خلص خلص الطلب حقه انا بكون بفكر في الطلب يعني بكون اصلا سهيت انه انه باقي الكلامات بقول فيه دي واحدة من الحاجات السيئة الشديد لان انت بكون نص الكلام ما متذكره لكن بس بتكون بتفكر في طلب اللي هو قاله خلاص انت مخك بيجا مركز مع الطلب وما مركز مع باقي كلام العميل فدي حاجة من الحاجات اللي هتفقدك انك لما تيجي تشرح المشكلة بتاحت العميل لمديرك او يعني للشخص الفوق عليك مثلا برضو تاني من الحركات يعني دايما خلي نفسي كان اكون يعني قاعدة عشان تقوم تشوفه يعني انت انت قاعد في طربيزة وقام العميل جاكا بعد ما سلمت عليه وقاعد خلي يدينك يا اما في طرف المكتب كده او تكون خاتيها وبتستمع له او خاتيه متحد في طربيزة بعدينك اذا حسيت بنفسك مليت بتجيب النوتة والورقة والقلم بتكون بتسجل حتى ولو كلمة كلمتين من الكلام اللي بيقوله بحيس انك تشغل نفسك بالحاجة دي وانت مركز في الاي كونتاكت حقته يعني ما تخلي نفسك انك تكون متوتر حركة ريكلانة سريعة او تطاكتق اصابعة تكون خلاص وصلت مرحلة كده بتاعت انه ما تقوم تتخارج يا معنى انا خلاص يعني وصل ماكسيمم تحاولوا تتحكموا في لغة الجسد حقتكم او فجأة هو يكون بتكلم معك تقول فجأة بتسرح تقول والله عزيم بتحصل صدقه فالواحد لازم يتحكم في التصرفات لانه حقيقة او فجأة انت قوم تدخل يدك في اضانك لمؤاخزة يعني على الحركات عشان بس دارة تذكر لكم اغلب الحاجات اللي بتحصل وتقوم الزوج يكون بتكلم معك وانت تكون كده وانت يعني بتكون بركز لكن بس دار حاجة تشغلك لأ يا جماعة طبعا دي حركة انبروفيشنالي تماما تماما متدخل يدك في ولا في يعني نوزل في اضانك اضانك دي لأ خالص يعني طب معلاش يعني لمؤاخزة لكن بس حاجات قلت اذكر بيها طبعا دي حاجة اتي كنت المهن يا جماعة دي ما حاجة تحصي خدمة الامة لكن يكون لأ يعني اللي انت ليه بعض يستمتع بمساعدة الاخرين وحال مشاكلهم اذا انت مع مع زورت في لغة الجسد العميل واقف وانت واقف بتتكلم معاه دايما خليت دينك لتحق وحاول انك ما تخليها يعني تكون بتتهزة او بتكون بمعنى او تخد كده في راسك وانت بتتكلم معاه وانت واقف دي كلها ابهامات بتاعت انه انا ما مهتم لكن لما تكون منازل يدينك او خدت يوم لورا يعني خدت يوم في ورده هارك الاثنين وعاقلهم كده وانت بتسمع في العميل ومركز معاه في عينه دي كده بتدي اهتمام اكتر للعميل يستمتع بمساعدة الاخرين وحل مشاكلهم طبعا يا سلام دم وظيف خدمة العملة الرائع اللي بيستمتع بخدمة الاخرين يعني صراحة فيها كريدت كبير شديد سواء انت في اي وظيفة من الوظائف اللي انت شغالة في حياتك انك انت بتقدم خدمة للاخرين والشخص انت عم تلخدمة حقاته وطلع سعيد من عندك انا افتكر ما في حاجة ازعد من كده في الحياة يعني المرونة والشخص اللي بيخلي الناس سعيدين ومبسوطين ده ما ساهل على فكرة يعني ده انسان كده تترفع له القبعة زي ما بقوله يبادر لتقديم نفسه للعملة طبعا لازم تكون عندك خبرة في انك تقدم نفسك كيف ومش للعملة بس حتى في زي ما قلت لكم في السي في بتاعت في الانتربيوز انت كيف تقدم نفسك بالطريقة الصح ثقتك في نفسك ثقتك في شكلك ثقتك في هندامك ثقتك في شكل في لون عملك في مجالك ثقافتك لباغتك ابتسامتك كما البشاشة احنا سودانيين يخلوا علينا دي فاشنو لازم تصهر احلى ما فيك وتجي كدك انت بكل الفقرة في الدنيا انا سوداني فتقدم الحاجة دي بكل الفقرة في الحياة يبادر الى تقديم نفسه للعملة يتقادى احيانا عن الانظمة ليرضاء العملة طيب يتقادى احيانا عن الانظمة ليرضاء العملة دي ما يعني احنا عندنا في السودان انا طبعا الجماعة الموديل دي كان معمول عشان انا شغالة يعني كنت بشتغل بهو في السودان مع كل الاجهات القدمية وصلاحة ما عدلت فيه وما اشتغلت عليه كتير لكن يتقادى احيانا عن الانظمة ليرضاء العملة دي احيانا حتى في الدول الخارجية ممكن تتقادى عن السيستم احنا طبعا كنتنا بنعمله في السودان لما السيستم يقع يكون في مشكلة في كنار يكون مشكلة في سوداتل السيستم يكون واقع فبتقوم تتغادى عن الانظمة وليرضاء العملة بتقوم تمشي له والاجراء او تبتدي في الاجراء والسيستم واقع ففي الحالة دي انت عشان ارضاء العملة بتقوم تعمله خارجيا ممكن يكون عندها ويز اخرى ودي يستحسن انك تتناقش فيها مع مديرك المباشر بحيس انه تكون عارف انا بتيم ممكن استغنى عن السيستم وارضي العميل في تنفيذ الخدمة وبتيم ممنوعه وبتيم مسموح عشان ما تتخطى وتعمل لك كبة احنا ما قدراه فبس فالواحي دي برضو من الاجراءات من سياسات الشركة وحتى التقاضي عنها بيكون مكتوب في الاجراءات حتى التقاضي عنها بيكون مكتوب فدي واحدة من الحاجات اللي بتخليك وبرية عليك تاني للأول انه انت لازم تقرأ اجراءات الشركة يا جماعة اي مؤسسة عندها اجراءات لازم تقرأها وتحفظها عن ظهر قلب للإدارة اللي انت فيها يمارس ضبط النفس عندما ينفعل العملة هاي طبعا يعني دي حاجة ما دايرة ما دايرة اثنين ثلاثة انك انت لازم تضبط نفسك لما العميل يجي والعمل الصديقوني اسخف منهم في الحياة ما فيه وبالذات اذا عميل كما احنا عسنا هابقين لبر السودان ويلا وما شيد نشتغل في دول مختلفة يلا فيل بيحب السودانيين وفيل بيكره السودانيين وفي الشايفهم اصلا ما بيعرفوا المهم يعني اللي قم يجي يقوم يكون داري يعني يعني مدعي انفعالك يقوم يقول لك حالة كده يعني كريهة بصمت ولك هوا قادوا قدامك ابتسامتك في وشك بشاشتك شكرا جزيلا عن اذنك لو سمحت كل كلمات اللطافة الممكن تكون في الحياة ما عندنا شغل بينه انت قلت شنو ولا ما قلت شنو يستغفر في كده جواك لكن قصتك ما تطلع الشينة منك شفت الشينة دي خلا تطلع من الجزولة قدامك لكن منك كده ما تطلع قصه ما تطلع ويتحكم في نفسك يا جماعة ده ما ضعف انا بقول فيه ده ما ضعف ده انت كيف تبقن عملك بصورة صحيحة اه يتعلم من اخطائه ومن اخطاء الاخرين اه يتعلم من اخطائه دي يا جماعة قلنا الطباع ما في حاجة اسمها انا طبعي كده وانا ما هتغير لا لازم تتغير يا بغض لازم تتغيري حبيبتي عشان انت لازم تمشي لي قدام عشان انت لازم تتعلمي عشان انت لازم تتدربي عشان انت لازم تتجرب عشان انت لازم تبقي مدير في يوم من الايام تبقي رئيس بتاع شركة لازم وكلنا خطائين وكلنا عندنا الاخطاء لكن لازم نتعلم من اخطاء الاخرين بتشوف انت اخطاء الشخصة كان قبلك في الوظيفة او الشخصة او انا المؤسسة حقا تدي في اكسبرينيس حقا مؤسسات تانية في البلد الجديدة انا فيها دي عايز اعرف مشاكلهم كانت وين ودي بتلقى دايما عند المراجعين او عند الكمبلاينس اذا بتلالتزام او اذا بتلالمراجعة بتلقى الاخطاء كانت وين فقوم بتتحاول انا كنت عاصة بالفيومة للايام كل سنتر قدبين الاول الجديد ايوه ايوه لكن كويس كويس انك بتاع يعني مشيك مرحلة جديدة في حياتك انه خلاك بجيب انبني ادم من اول وجديد لحالة جديدة انا العصبية في الشغل ما حبابة صراحة لله يا جماعة قصة عصبية في الشغل ما حبابة وحنا ناس حلوين وبشوشين ومحبوبين من الشعب والشعوب الاخرى فخلونا نمشي بنفس حاجتنا دايما وابدا وابرد حتى لما نرجع بلدنا النبي فيكم احنا كلنا كقبائل حلوين مع بعض ونحب بعض فما في ما يعني احنا نشغل في الحاصل ده المهم الاحتراف في خدمة العملاء لكن الاحتراف في اداءك لادارة العملاء الايطاء عندك في شريكتك الالتزام كأساس للتعامل المتابعة التدوين وليس الاحتراف على الزاكرة المتابعة بعد انتصراف العميل تنفيذ الوعود في الوقت المحدد بالطريقة اللي اتي وعدت وبرحابة صدر طيب الالتزام كأساس التعامل دايقة مع انا الليلة سارة عندي موعيد عمل مع الشركة الفلانية الساعة 11 الصباح ما اجي من 11 وربع انا الليلة عندي انترفيو ساعة 10 ما اجي من 10 و10 10 و5 التزام الالتزام be responsible التزامك مع نفسك التزامك مع مؤسستك التزامك مع عميلك والالتزام داي خواننا بيجي ما البيت من الاول انا ملتزم في البيت بحاجاتي خلاص التزامك مع اولادك الليلة والدك انت خاتليه تعليمات معينة يمشي بيها يلتزم بيها ما انت تقول كلام والام تقول كلام ما انا مديري يقول كلام وانا اعمل كلام والعميل قصادي لا هل بضيع في الآخر الالتزام في المؤسسة الالتزام بالإجراءات الالتزام بسياسات المؤسسة الالتزام بكلام مديرين مباشر أنا بحبه أنا بكرهه دي والله في الشارع ما عندي في المؤسسة هيوة الرولز وهما جديد قوانين انت تتبع شوف احنا وخدتنا لنفسنا قوانين في الحياة دي حياتنا بتمشي والله العظيم بس نخد قوانين المتابعة الفلو أب لازم نكون عندنا شوفتها القصة لانا خدت الحاجات في الدرج دي كده كل حاجة خدتها في الدرج خدتها في الدرج ما بتمشي المتابعة الفلو أب لازم الفلو أب الحاجات بيكون قوي أنا حسة حاليا مديري باكستاني يشهد الله يا جماعة لو قلت لكم أنا الراجل ده بسكانيك في موضوع العمل ده بسحالين من الصباح بلقى فيه أول حاجة البرنامج بتاع تيمز الابليكيشن بتخليك إنتا أونلاين الأربعة وعشرين ساعة مع مدراءك دي واب علينا منا المهم تيمز ده أصحى من الصباح إذا ليه كم مسج كده عملتي إشنفي فلان عملتي إشنفي فلان عملتي إشنفي فلان عملتي إشها يا أخواننا من كده خلونا نصحة الصباح ده خليه كده الفلو أب لازم يكون عندك strong follow up مع العملاء يعني يعني ما ترتاح وبعدين الجنريشن الجديدة يا جماعة الصغار دي النبي عليكم اقتهدوا عشان إنتوا إنتوا مستقبل السودان تمام اقتهدوا وأتعبوا واشتغلوا وما تقعدوا يعني ما تركيسوا وما تعدوها كلها سهر ولا اشتغلوا أفتحوا وأعملوا الـ data حقاتكم كده تحس موبايل ده عندك كم شخص في الموبايل ده شوفت عندك كم زول معاك في الاتصال هل الناس دي كلها قاعد تتواصل معاك ما قاعد تتواصل معاك أقعد يتذكر الناس دي كانت منياته شركات ولا كانت منياته مؤسسات ولا أنت لقيت موين في حياتك ولا جد ناس جامعة بس ولا عندك غير أهل دفنت لعندك علاقات بينهم تانية واصلهم أرجع يدعمل معاهم رسل لهم وريفر حاول يتواصل يمكن يجيك خير من طرفهم إيش عرفك يمكن تقليك شوحي يوم كده واتحلال يقول لك هاي مما أنت كنت وين بفتش عليك عايزك تاكي تمسك للوظيف والنبي ما تنسوني بعديك في المرتب لما تلقوا الحاجة دي إن شاء الله ربا نفتح عليكم كلكم التدوين وليس الاحتماد على الزاكرة أنا شخصية جامعة معترفة بدون بكتب بس ما في حي يسمها زاكرة بعدها خلاص بس بكتب ساي بس ناس الكتابة تكتب النوتس عشان تتذكر مكر تعمل شنو المتابعة بعد انصراف العميل طبعا دفنك لو العميل الإجراء حقه ما خلص في نفس اليوم لازم يعني أنت لازم تتم التاسك حقتك للآخر يعني لازم يكون عندك لأنك تتم التاسك حقك للآخر يعني ما ترمي ما ترمي يعني تخليها بس في النس كده وخلاص ما تحلت ما تمشي تعملها لو ما تتحل عندك ما تتحل عن غيرك فلازم تتابعها تنفيذ الوعود في الوقت المحدد بالطريقة التي وعدت التي وعدت وبرحابة صدر آه دانك في زعود ما يكون يعني ما تكون بتوعد 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 في النهاء وساكل ياخده يقول لك دم وموضع عليك الله ديزول دهنا يدك دعبان ساي ما بعمليني شي لا 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 أصلك ما تخلي الجملة يتيجي عندك أنا وزر بتاع customer care وأنا بقدم حدمة وأنا عندي عمل أو عندي علاقات دارس بيتمعهم لازم معودك تتنفس في وقتها طيب آه تمييز ولو بشي واحد لازم يكون عندك حاجة كده انت بتتمييز بها مصهر جزاب كلمة طيبة ابتسامة صادقة ضعابة لايق خدمة سريعة المهم الحاجة انت بتشوفها نفسك لازم الناس تكون بيميزك بها طبعا يا جماعة حسانة في التديد ده وميزة بالفراشة حق تدي لازم تسألوني بعدين سير بالفراشة حق تدي عشان بحبه شديد فالتميز حاجة من الحاجة لازم تتمييز لك بالحاجة ميز انت زول مصهرك رهيب انت زول مرتب انت كلمة طيبة كلمتك الطيبة جميلة عندك كلام دايما طيب وكلام دايما جميل وكلام دايما يعني بيكزب لك تؤترك الاخرين ابتسامة صادقة الابتسامة من القلب قلت لكم احنا النفاق ده ما حقنا وانو انا كوم نبتسل لكم واشي عامل كده ما بتجي وانو انا كوم مبتسل غصبا عني زي اللي عندي واجع بطن لا ابتسامتك حقتك حقتك حقت الروح الحلوة حقتين وزول لما يشوفك يا سلام على البشاشة عليكم الله بيخلكم بشيشين ما عليش ظروفنا سيئة وحالتنا بالبلة وحالنا هناك يعني اقولش انه بس استغفر الله العظيم ولا حوله لاخوتين لا بالله لكن ما عندنا حل ما عليش ما الناس انت معاهم حسا حاليا دين ما في يدهم حاجة ما عارفين كل تفاصل حياتك فخليك بابتسامتك الجميلة المهزبة البتدي احساس البشاشة دعابة لائقة بمعنى ممكن هي زار على خفيف لكن يعني ما هي زار تقيل ما حاجة تكون مزعجة خدمة سريعة دي طبعا الخدمة اللي انت بتقدمها يعني تقدمها باسرع ما يكون الجملة السلبية احنا طبعا ايه معنا كلها كتضافي كل نقطة احنا الجملة السلبية ما عندنا كثير ايه لا تبصى ولا تعرف لكن هذه ليست مهمتي انتهى وقت الدوام راجعنا بكرة يا اخري انت ما بتسمع ما تفهم الاحتراف في خدمة العمر ايه طبعا يعني بكل معنى يعني انا انا صراحة انا بالجملة السلبية دي انا ما اسمع عند الناس كنت بكون املايك يعني ليه انت انت انا ما عندك انت ما عندك تهار معاي ليه انت ترد يعني مثلا انت ها وقت الدوام تتخارج يعني فيه كلمات انطف مع ليش والله السيستم قفل يعني الواحد بيحاول يقول كلمات انه اللطيفة ليه انا مالشي طوالة لاتخارج يعني براجعنا بكرة او يعني الكلام الحاد الغليظ يعني يعني ربنا في القرآن يعني ما تبقى يعني ما يكون فيه غلظة في كلامك عشان البشاشة حلوة واللطافة يميلة والكلام اللطيفة والحلو بيكذب بأتراكة الناس لك فيقى معنا نبعد تماما عن الردودة الجافة احكي لكم بكلمة الجافة ديها والمبارح جيت رجلت جنب ولدي كده وقمت قلت يا ايو وانت يحيا انت وين يا خن طولت منك لا مرفع راسه كده قال لي مام انا قاعد قلت وللك انت بقيت بقيت جاف قال لي جاف يعني دراي وانا قلت يحيا جاف يعني انت جاف في مشاعرك قال لي ما فاهم فشوفوا الجنريشنز الجاهية دي وب علينا يعني جاف قال لي جاف يعني دراي يعني حتى هو انا تعبيري الكلمة مع المشاعر ما جاته ما جاته فراصه فالله يعيننا على الجايد الاحتراف في خدمة الاحتراف في خدمة العملة يعني اخوان الاحترافية دي حاجة ابدا ما سهلة بتجي بالخبرة وبتجي بال يعني بالوحيد يتعلم ويتدرب يتدرب يتدرب يشوف نفسه مشاكل وين ويحلها يحلها براو قبل ما يحلها لو المؤسسة كيف تكسب ثقة الآخرين للوصول الى إقناعهم دخلنا فيها ويتكلمنا فيها كلها السطر المصداقية او الثقة قم بأداء عملك بعيدا على أهوائك الشخصية تماما يعني دي حاجة يا جماعة احنا ما عندنا الحمد لله يعني احنا ما قاعد نربط اعمالنا بحاجة شخصية او انه انا لنحق اقدم لك الخدمة دي اذا انت مثلا قدمت لي الخدمة فلانية يعني يعني حدا ما عندنا ما كتيرة لغة الجسد زي ما قلنا حنحافظ على تماما الملابس واللي هو dress code حق المؤسسة او اليونيفورم زي ما قلتك بالك لازم نهتم بالموضوع ده شديد اذا المؤسسة ما فيها دي للاثنين نحاول نشوف انه نكون semi formal يعني نحاول نكون في formality حق العمل الصوت نبرة الصوت لازم تكون النبرة الطبيعية ما فيها حدية واتحاول ترد على التلفون وانت زهجان او انت stress لانه الصرخة في التلفون بتصهر نبرة الصوت الغلط للشخص الآخر والابتسامة بتصهر في التلفون برضو التعرف على شخصية الذي تحدثه معرفة الزل انت بتتحدث معه اكيد ممكن يكون وزير ممكن يكون سفير ممكن يكون مدير ممكن يكون غفير whatever can انت تعاملك يكون بالصورة الصحيحة لقياسك للحاجة ذاتا ظابتي يا جماعة مقدم الخدمة التقليدي مقابل مقدم الخدمة المحترف احنا خلونا في المحترف احنا التقليد انما خلاص تخط وكامت في حياتنا وصفحة وقفناها ونمشي للمحترف متراخي في مصالح العمل جدي في الاهتمام بعملائي احنا من هنا وما احنا 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 كلنا محترفين حاليا روتيني ما عندنا روتيني احنا عندنا مرونة يعني احنا ناس ماروتيني في الشغل ما حنمشي يعني حنمشي بالورقة والقلم بالاجراءات لكن بطريقة مرينة مهارات محدودة مهارات متنوعة متطورة داي انك كل يوم بتخلق حاجة جديدة في شغلك بتجرب ادارتك للعمل بتاعينك بتجرب بصورة صحيحة لانك انت انسان محترف غير متفهم لطبيعة العمل متفهم لطبيعة العمل زماني ما كان عندنا شغل طبيعة العمل هي شنو لكن حس لا احنا لازم نكون عندنا طبيعة يعني نكون عارفين طبيعة العمل ونكون عارفين المستوى الاجتماعي حقه ونكون عارفين شغله في شنو وهو اصلا خريج من وين وهو بعمل شنو كذا وكذا وكذا عصبي اتعامل بتاعت وجود الحلول يتعامل مع المواقف باحترافية الاحترافية في الحدد انك تمسك احصابك انك تتعامل بصورة حرفية ان الموضوع لو ما بتحل عندك حيتحل ان شخص اخر كذا يكون عندنا سرعة البديهة في الموضوع يبقى اتضع اخذ الامور يوجد الحلول ويبسط الامور طبعا زي ما قلت انه كل ما يكون عندك خدمة عملة سريعة انت معنا موظف خدمة عملة متميز حتى يوجد الحلول ويبسط الامور بطيء سريع حنكون سريعين في الخدمة مستمع منصب منصب ده اللي هو يكون منصب يعني بكل روحك يعني انت بتكون الانصاب انك تكون بتفهم بالكلام بطريقة صحيحة يعني يا جماعة ان شاء الله اكون افيدتكم واديتكم الحاجة اللي انتم محتعدين لها وزدت لمعلوماتكم بزيادة يعني لانه حقيقة خدمة العملة دي يعني هي موضوع اكبر من كده يعني بشوية ما بكتير ومنطرق فيه لامثلة كتيرة ولامثلة واقعية ولو بيحصل شنو كده فانا حاولت على قدر الانكان انه اديكم اكبر قدر منه واخيرا وليس اخيرا فان خدمة العمل يعتمد على اتقان التعامل الراقي والمتحضر والصفات التي تقرب بينك وبين المجتمع فانت عايز تشتغل فانت كموظف عايز تبتدي حياتك في لازم يكون عندك الصبر لازم يكون عندك اللباقة لازم يكون عندك السقافة لازم يكون عندك سعة الصدر لازم صراحة انا قاعدة فخر جدا بموضوع خدمة العمل يعني التمييز في موضوع خدمة العمل دي حاجة ما سهلة ابدا وانك انت تكون عندك communication skill قوية على فكرة you're the best خليك دايما انه انت تكون عارف نفسك انه عندك communication skill عالية معناته انت زول علاقتك بالاخرين حلوة جدا وابتسامتك ما بتفارق وجهك يعني وان شاء الله كلكم ابتسامتكم ما بتفارق وجهكم ويديكم العافية ويخليكم ويحفظ اهلكم جبالك كنت دايما رحكي ما حكيت لكم على فكرة بموضوع انك تشتغل وظيفة ايه وصير الفراشة انك تشتغل وظيفة انت ما متخيلة او ما متوقعة اهلما كنت في انجلترا طبعا ما كنت قاعدة ساي عاطلة يعني دخلت الجامعة وكده وشنا لكن ما كان عندي وظيفة فكنت عمش اختار لي كورسز بنزلون الكورسات مجانا واحدة من الكورسات دي كانت المساج تاع الالدر فيبل الناس المسنين كبار السن كيف تعمل لهم مساج وكيف تريح احصاب من الاسترس وكده الموضوع ده نهائي ما كان عنده يعنق بحياتي يعني والدي الحمد الله الوقت ده كان بسحة وعافدته وكان شغال في شغله لدنيا والزمان بس يعني بحبها يعني ممكن اعملها فمش دخلت الكورس ودعلمت وحياتكم وعرفته وكده وقلت خلاص تمام اذا بي ارجع بعد اربع سنين السودان واقعد مع والدي والدتي في البيت وبعد بسنتين ابوي بعد بسنة ابوي يعني يطلع معاش عن الشغل والسنة البعدي هتجيه جلطة في الراس في الحتة بتاعت الزاكرة في زهايمر فان شاء الله والحمد لله والشكر لله انه ابوي يعني الحمد لله الله يدي السحة والعافية طول العمر لكن يلا من الوقت ده كالحد يوم الليلة انا اتعلمت الحاجة ديك في وقت انا ما كنت محتاجة لا ما كنت بعرفة اصلا لكن جيت نفستها بعد خمسة ست سنين اللي هو في الوقت الابوي فيه رقت وبقيت انا القعدة معه في البيت فخليكم دايما على يقين تام يا جماعة ان الحاجة اللي بتعملها في وقت انت ما راضي فيه وما عارف انت عملتها ليه هتقدر احتاج لا فوقت تاني حتى اذا محت تلا في حياتك العملية هتعلم بها ناس اخرين هتستفيدوا منا فخليكم دايما مبسوطين بالحاجة دي شديد سر الفراشة طيب انا بحب الفراش جدا من زمان شديد بس ما كنت عارفة تفاصيلهم يعني ما كنت عارفة ان الفراشة دي انا بحب لكن صراحة لقيت روحي بحب الفراشة انه انا زولة يعني شخصتي متنوعة في حاجاتي بحب اعمل كذا حاجة في كذا وكذا وبحب اغير المكان اللي انا في وكذا فالفراشة يعني الصفة بتاعتها انه التغيير فانا بحب التغيير وبحب انه اتعلم وبحب انه تدفولوب مايسلف وانه اشوف الحياة بشكل اخر وانه ما في حاجة توقفني وانه ما في حاجة تعطني عن عن طموحات يعني فعشا كده والالوان بحب الالوان بحب الكلور عموما في حياتي فالفراشة كانت جزء من حياتي في الموضوع ده وشكرا لكم وشكرا لكلامكم الجميلة في الجادة بالناس كله بقرى فيه كتير خيركم كتير وانا سعيدة ان انا كنت معاكم وان شاء الله لقيكم ان شاء الله في محاضرات تانية شكرا 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 يا سلام بطبسط شديد لما نعيق الكلام ده شكرا كتير خيركم وشكرا لدكتورة نعمة وللأستاذ احسان ولأستاذ ايمن على انكم اتحتلال الفرصة دي ودخلتوني في الدورة التدريبية معاكم وان شاء الله يكون عندي معاكم دورات تانية شكرا لكم شكرا كتير لك يا دكتورة سارة اتمنى ان الجميع يكونوا على الخدر المتوقع ان شاء الله يكونوا استفادوا فتر خير كتير يا دكتورة ما قصرت في كمية من الانسائس حتى أنا على اعتبار ان ازول اشتغلت في مجال الكسومار سيروس فترة طويلة ممكن تقريبا قريب سنتين مختلفة في كذا مجالة وكذا سيكتر لكن سبحان الله من الحاجات برضو كانت بالنسبة لي اتمنى باقي الشباب برضو يكونوا على قدر بنفس القدر من الاستفاد يكونوا استمتعوا ويا شباب لو في اي حاجة في اي يزول عنده او في حاجة ايو لو في يشعال لو في حاجة ايو ايو اكيد لو انا حاليا لو في زول عنده سؤال هسا او حتى لاتر يتذكر حاجة بس لكن هسا حاليا الفرصة متاحة الحاجة التانية بذكركم باللينك بتاع التقييم بنسبة للمحاضرة اه هترسل لكم هسا هنا في بتاع الزوم في نفس الوقت هارسول لكم على ايو 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 وانده لو الرابط المرسل اللي هو رسالته سيد احسان اه اه مببط بس انا احبب اشارك يا ايمان لو سبحتنا ايدي يا ريت اوكي اول حاجة انا اريد اشكر سارة جدا جدا على المحاضرة يعني صراحة كانت ممتعة شديد وثري جدا يعني انا بعتبر ان انا برضو في نفس المجال البنك وخدمة العمل برضو يعني يا ريت الشباب يكونوا يعني حتى يرجعوا التسجيل ثاني ويسمعوا المحاضرة ثاني ويستفيدوا من الانسائل فيها ولان دي يعني عصارة بتاعت خبرة يعني اذا كلام ما بتلاقي في الكتب يعني اذا كلام بتعزول الممارس يعني فعلا هي حاجة ممتعة وشالنجي في نفس الوقت يعني خدمة العملة يعني محتاجة قدري من المرونة والصبر يعني كل المحاضرة التي تقلت تيها والصفات التي تقلت تيها فلاس انه انت محتاج تكون تكون مستمع جيد ويعني تكون عندك تسمع الزول وتسمع وتحلل هو الحاجة العايزة وتعرف انه بصورة سمارت وتكون عندك يعني زكاء عاطفي حتى في طريق انه كيف تتعامل مع الزول في كل في طريقة مختلفة يعني ما دايما يعني ما دايما مثلا ده الرد الصاح ودي الطريقة الصاح للتعامل يعني ما في حاجة سابتها لكن تلاس تكون قادرة تتكيف مع كل موقف براه يعني وتحتوي العميل وفي النهاية انت فكرة انك ترضي العميل وانه يطلع مبسوط وراضي من مؤسستك ومن خدمتك ويعني تكون وصلت الخدمة السليمة يعني فشكرا لك كثير سأسارة يعني على الانساية الجميلة بالله يخليكم شكرا بس عندي إضافة بسيطة هيتفضله انت كان جبالك سأسارة في النقطة بتاعة البروفيشنالزم بالنسبة للكستمر سيرفز سواء كان اللي هو الريپريزنتيتف أو الاجent أو اي اي كان انا بس في حاجة بسيطة حاليا استحضر هو في فريق بس إضافة بسيطة هو في فريق بين two types of الكستمر ريپريزنتيتف أو الكستمر ايجنس يعني هما الاثنين الاثنين بيأدوا نفس نفس الجوب الاجب سوف سيجل ايوة لكن في اللي هو في فريق بين انه في سمون اللي هو goes beyond البوليسي أو بتاعته على سنة البروفيشنالزم بتاعته هما في الاخرة الاثنين ممكن يكون في الاستراتيستيك حاجة المؤسسة واحدة أو الريزولت واحدة لكن بس هين ده اللي بيعمل الديفرينشيشن بين الزول اللي هو يعني بالجد هو موجود فيه ولا بس اللي بيعمل اللي اداء الواجب وخلاص زي ما انت قلت ممكن الواحد يكون just in case أو يعني فاش التاعتل أو البوزيشن ده فور التاعتل لكن الديزاير بتاعته هي الساقته وطبعا ما عشان إنه ده الحاجة الأساسية لكن عشان تعمل الفرق لكن زي ما بترك ده واحد اللي هو goes beyond ال responsibility sorry ال requirement حقه التاعتل حقه تأتيف ال customer satisfaction هي مش customer service ما في someone to achieve customer service لكن ده بي goes beyond customer service لل customer satisfaction لا وزن يا ايمن وزن ال policy وال procedures حقه المؤسسسة you don't have to go beyond الحاجة ايوه you don't have to go beyond عشان انت الدساير حقه في ال excellence customer كيتمشي يعني لقي الدام at the end you do الحاجة within ال procedures حقه المؤسسة يعني don't go beyond الحاجة بي نو ورا ورا مجتو وي ان go beyond اللي هو ان تجاوز أو تخيل بال policy نو لكن الليلة بسلام في يقول لك يعني يكون في امكاني انه تأتيف ال customer customer service اول هنا لكن يقول لك exactly اللي هو يقول لك لا ده المت بتاعي انا ما قادر زي ما مثلا انت اضربت المسال انه لو لا السيستي مواجع ويغير انه انت ممكن تخدمه حتى يفن السيستي مواجع في ناس بيقول لك لا i can't وفي ناس بيقول لك they got شوف يعني انا حديك مثال مثلا لحاجة وقعية احنا مثلا عندنا relationship managers في corporate department في قسم التمويل او في قسم التمويل في البنوك عندك ال RM ال relationship managers هما اللي هما بيدعملوا مع ال corporate اللي هما هما بيدعملوا مع العملة direct مدير الادارة دي بيكون مديهم حتة بتاعة freeness لانهم يدعموا للعميل يعني مثلا اللي لنسبة النسبة بتحت المرابحة مثلا تكون مثلا بين 30% من 29% ل30% هم ممكن يقول لهم ممكن تزوي الحد 28% لكن دي ما تصلوا لها الان يكون العميل يضغط هم شديد بديهم بديهم a gap of حتة مثلا تتحرك فيها بتاعة انه لما يعمل exchange rate للعميل في مكان فانا دي بيكون بدي لنك لا for free يعني انت بدي لنك انك تتحرك في الحتة دي مع العمل as much as you can عشان تجيب العميل فتقول نفسي خليها under your responsibility مدير الفريع عنده برضو عنده مثلا حتة for free انه يدعمل مع العميل بحيس انه يتعامل بالطريقة اللي بتريحه مع الاسطاف حقه عشان تأتراك الكلان عرفت يعني ممكن تكون بيوند الاجراءات لكن اردي معروفة مثلا في نفس السكتر بتاع البنوك مثلا اللي هي الفترة بتاعت السماح بالنسبة لنا سي مثلا في عميل اللي هو حسب الpolicy مثلا الdeadline حقه سي مثلا يوم 27 انت مفروض بتطالبه في ناس اللي هو مثلا سيد المسلا preferred customers او كده 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 بتحاول انك تتواصل او تشوف المشكلة او كده او كده او كده بتلعب يعني up and down في الحتة شكرا للإضافة ايمن دي معلومات مهمة يعني thank you طبيعي شباب ها أي زول عنده إضافة سؤال تعقيب حاجة الناس دي مشات ولا كاف وانس انا تشك ال participants yes الناس موجودة لكن طيب موجودة موجودة فعلا لانو الكتابة لانا حتاخد مسافة فعلا مهم طيب في رسالة هنا موسيقى يعني يعني ما ده بيش دي في بلاي لك كريير مجدد للشخص المتعني كريت ما بتخليه مع المتزم اكيد ومتفهم المشاكل مستعد لحلها فعلا اني ومسيج هنا لا لا ما اعتقد بس يهو باعتبار اخر رسالة اللي هي اللي يكون قريتيها اللي هي بعد ممارسة المجال خدمة العمرة ايوة 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 كيف التعامل مع نظرة العميل اللي بيشوفني اقل عمرا من الوظيفة او الاجراء البنفذ وشايف انه مفترض هو كشخص عمل مع مديري في حين انه انا المسؤول عن الاجراء يلا الحاجة بتاعت الفرق الاجيال ده حقيقة هو كان يعني مشكلة بدأت تصهر في السودان انه الفرق بتاع الاجيال بيقى يعمل لخبطة للناس في رؤوسهم يعني بيقى حتى في التعامل سواء كان زمله مع بعض او سواء كان عمله لموظفين او كده يعني انا كان العمل مثلا بيجيني حقيقة يعني الحاجة الواقعية العمل بيجيني جوي يقولي دي ايوة عيال انت خاط ينبردين دي لما عيال معنا ده كده ده الجيل خلاص اللي تخرجوا جاو خلاص حينزل شغل يعني فانت في الحالة دي بتدعم صراحة لله كنصيحة مني لك بيدعمل معاه على انه اي فعلا انا زول صغير لكن انا هخلص لكم ورك يا مان تاخد معاه بلغتك عرفتها بلغة جيلكم انا هخلص لك الاجراء ده ما يهمك قبل ما تصل مديري حيكون اجراءك خلص تحبمه فيك يعني تخليه يحس بشكل تغيير الاجيال بيعمل شنو لكن ما تاخده بيرسونالي يعني ما تاخده الموضوع على نفسك وهوك فاكر شنو وليه دايب خليه مديري خليه كان بيقدر يحل له الاجراء no don't take it that way تاكد انه بس فرق الأجيال ميدي الناس ليسا عدم الثقة في الأجيال الصغيرة which is wrong لكن دي حاجة يعني فينا ما عارف حتتغير حسا يعني بيحسا بتفريقة الناس دي وبوجود بر السودان حتتغير لكن ما تاخده بيرسونالي انت ما صغير انت وصلت الوظيفة دي معتا انت ما صغير وانت ما قليل ما ميقلل من قيمتك انت حتعمل اجراءك وحتعمل حاجاتك وده عميل عابر don't take it very serious to yourself مستصغرك ايو الله انا صغير لكن ما يستقل لباك you will do the job وانت حتعمل الاجراء وحتعمل الحاجة وحيقبلها والمرة الجاي حيديك انت ما حينش المديرك لانه ما حيستفيد من مديرك حاجة حيستفيد منك انت لقاعد في الوظيفة دي فdon't take it personally يعني مع اهم حاجة في الشغل don't take الحاجة شخصية لنفسك وحسا انتو عليكم الله عليكم الله ركزوا مع انو ما تاخدوا الحاجة عشان احنا سودانيين حسا عشان انتو خارج السودان ابدا ما تنسيب حاجة لك عشان هي بقت معلمة في راسك عملوا start لراسك ما في حاجة يسمى عشان انا سوداني عشان كده عملوا عاي كده عشان انا سوداني انا عشان انا حسى ظروفي ما تعلق الشماعة على ظروفك وعلى انو انا سوداني work in a professional way whatever internationality حقتك شنو it doesn't make difference الزول بيجي قدامك العميل الخارجي اللي عيجي قدامك ده ما في عارق معاو انت هندي انت سوداني انت whatever جاي من وين you should take المسئولية والresponsibility والprofessionality حقت الوظيفة اللي انت فيها ما بفريق انت جاي من ياتو مكان فما تبقى نعقدة فينا عشان انا سوداني عشان انا زروفي عشان انا عندي no work in your professional way علم نفسك درب نفسك رتب امورك كده امورك بتقوم مع الشقة لكن ما تاخد الموضوع بشخصي هل في كورس او ويرش تثبت ان عندي القدرة والقدرات المطلوبة لوظيفة خدمة العملة لان عندي مقابلة العمل لوظيفة خدمة العملة حاجة تكون نقطة اضافية تميزني عن باقي المقدمين اول حاجة يسرع ان شاء الله يقبلوك اول حاجة ازبطي نفسك تماما للانتربيو شوفي انك حتكوني لابس شنو ادخلي في يوتيوب وشوفي الانتربيوز في المكان الانت فيو وفي البلد الانت موجودة فيها مفهوض يكون شكلك كيف مفهوض يكون طريقة لبسك كيف بين المؤاخزة الشوز حقتك لحد الشنطة اشعلها في يدك اردت بامورك تماما don't make up a full make up خلي وشك طبيعي اعملي make up خفيف وبسيط اخلي هدومك مرتبة بعد ذاك شوفي اقري عن المؤسسة الانت حتخش عليها الانتربيو فاتشاف جوجل اقري عنها شوية اعرف تفاصيلها خليكي خدمة العمل في الوظيفة دي الزول لازم يكون بريزنتابل بريزنتابل بل بل حاجتك ما تكوني متوترة اليوم القابليها اقري اقري كويس اشوفي الادعي اللي بتحب تقريها اقريها ردت بنفسك على انك انت هتاخد الوظيفة هتاخديها ما على انك انت ماشة زول يعني متردد وشاكي ولا محيك بالمين في الوظيفة نو جو بي كل السيقل في الدنيا انا او تاكدس جوب صبتي نفسك خشي على الوظيفة بالسمائلين حقتك قاعد في الدنيا دي بيعتمد عتعاملك مع العميل ويخناعك حرج عليك يا ساعتاني بس اقري دي بيعتمد عتعاملك مع العميل ويخناعك لو لازم تغنى باسلوبك واحتواءك لمشكلة وتحليل وعمل لازم عليها واخذ الاكشن مما يجعل العمل يختنى بينك انت اللي بتحل الاجراء باختيار كلمات مناسبة جدا حتى لو قال قال لك الدين صح ما انا بقول لك اهم حقي انك انك ما تاخد الموضوع personal دي اول حاجة تتم باقي الاجراء حقك في كل سلاسة هو عايز مش يستنى في مكتب المدير همش المدير حيقول له والله بيخلص الاجراء ده فلان فلان كلماتك تكون لبقة طريقة تعاملك يعني الترفع والطريقة الاني فل بنتكلم بها لازم تتغير ما عشان هو قال لك ان كنت صغير ما حت الى القصة اللي انا حامش لمديرك لو قمت وقال تركب الوش بتاع انه قصدك شنو او ترفع حاي وتنزح خلي وشك زي ما هو خلي بشاشتك زي ما هي خلي صلوبك طبيعي وتماليو بالكلمة الطيبة انا قاعد اقول اي مشكلة في الدنيا وفي الحياة بني تهيب الكلمة الطيبة وفي النهاية هتعمل اجراء انت وحيدي قلتك راجع انت يعني حيدي انت راجع في الاخر ف لا وريز يا اسراء زي ما قلت لك خليك واسطة من نفسك اقري عن المؤسسة اقري عن طريقة تعاملهم شوفي ال customer care عندهم ميات نوع من ال customer care والعمل بتاعينهم يا تنوع من الناس عشان لما تجي تتكلم في الانتربيو تكون انت عارفة وقلت بالحاجة يعني تكون عارفة عن طريقة العمل وتتكلم برضو عن ال data انت ممكن تحتفظ بها كيف وانه لازم تعمل ال data حقتك من اول وجديد وتكون تكون على تواصل مع ال clients حقينك لازم توري اني كنت عارفة اني كنت انشاء الله ركزي كويس وقري عن المؤسسة كويس دي اهم حاجة وشوفي العمل بتاعنا المؤسسة شنو هما من يعني العمل بتاعنا المؤسسة لانه هما ده 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 صميم عملك عرفتي فعش كده لازم تكون يجار يوم كويس طيب انا اعتقد انه 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 كده بارس اين هو سو 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 عندك اي اضافة تانية او اي حاجة قبل ما نكفل والله بس يعني انا ما حقول حاجة غير انه ربنا يوفقهم ويسهل امركم والفي الوظيفة ربنا يعليه واللي سوف تفديش في الوظيفة ربنا يعني يلقيه الوظيفة البيحلم بها والعايزة ويتعلموا ويتدربوا على قدر ما تقدروا وبس وأقروا كتير اتثقفوا كتير وخلي اللباقة دايما يعني من صفاتكم يعني الانسان اللباق في اي مجتمع لما يجي داخل الناس بتكون مبسوطة بها وشديد وبتكون فرحانة بها والانسان البشوش بردو نفس الحاجة والانسان اللي لنا الكلام يعني الكلام محسن والكلام الطريقة لطيفة دي كل الحاجات اللي بتجذب للانسان يعني بتخلي اتراكتين للآخرين فيهم بس وربنا يحفظكم جميعا ويحفظنا وراجعنا بلدنا آمين شكرا لكم كتير آمين شكرا لكم كتير الله يقاريك فيكم أذكركم مرة تانية يا شباب بالرابط حتلقوهم موجود في التشات بوكس فوق احبان لو ممكن مرة ترين بس شاء الله في الواتساب تمام شكرا لكم يا شباب واتمنى لكم التوفيق ولحد ما نتلاقي في المحاضرة الجاية ان شاء الله ان شاء الله وبإذنه تعالى شكرا طيب شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا